اول حاجة علشان نبتيني ندرس الـ Atoms and Light لازم نبتيني نتكلم على الـ Properties باعة الـ Light دي حاجة معلومة عندنا كلنا والحاجة اللي لازم ناخد بنا منها ان ده فقط في فاكيوم عند الـ Light يمشي مثلا في حاجة اتموسفير مثلا في حاجة متغيرة شوية مثل مية مثلا مثل حاجة شفافة يتغير الفلاسطي بتاعته بالـ Equation الـ Equation دي بتقولينا ان الفلاسطي بتاعت الـ Light بتقباره عن C over N والـ N ده بنسميه الـ Index of Refraction بتاع Substance وده دايما اكبر من الواحد فمعنا كده بنتكلم على ان دايما السرعة بتاعت الـ Light في اي ماتر بتبقى اقل من سرعتها في الـ Vacuum وده طبعا الـ N ده بيباند على بوث composition and substance and color of light الحقيقة في نيتشير فلايت خلت علماء كتير حقيقة يتحياروا علشان يعرفوا طبيعته ايه بالضبط ابتديني في اول حاجة خالص ايزاك نيوتن كلم على Particle Model كلم على ان الـ Light عباره عن Particles وبتتحرك كـ Particles وتخبط في الـ Objects وبعكده بترفلكتها على العين فيعني ده الموديل الاولى الناس كلمت عليه بعد كده توماس يونج ابتدى يعني يجرب بعض التجارب اللي اثباتت ان فيه حاجة اسمه Interference فالـ Interference ده معناه ان احنا لو فيها عندنا two waves أو two lights of different wavelengths مثلا بيحسب بينهم بعضهم Interference بشكل معين والـ Interference ده ده طبيعة للـ waves مش طبيعة للـ Particles فبتالس الناس تتكلم على في الـ Late 19th century على ان الـ Light ده عباره عن ويفز في الـ Late 20th century ناس تتكلم على حاجة مختلفة شوية ان احنا عندنا الـ Light ده لو Dual Nature يعني بمعنى انه هو يعني ممكن في لحظات نعتبر انه هو Particle ممكن ندسكرايب الـ Propagation كـ Particle Model او شوية نعتبر انه هو كـ Particle Model Actually الكلام ده هيتطابق كمان على الماتر مش بس هيتطابق على الـ Light يعني بمعنى انه برده الماتر has its own wave properties فمعنى كده هبنكلم على انه كل حاجة لها Dual Nature including Light الـ Equation بتاعة الـ Travelling Wave هي عباره عن حاجة بالشكل ده كده F of X minus CN في T وده بتقول لنا انه at any given time بيبقى في عندنا propagation الـ Wave D يعني الـ Wave Front بتاعها بيتحرك بسرعة عباره عن CN وممكن at any given time نحسب بالطور بتاع أو الـ Phase بتاع الـ Light دوت بالـ Equation البسيطة دي If a wave is sinusoidal then the period T will frequency new or wavelength lambda are related by CN بتاوي lambda يعني السرعة بتاوي wavelength في الـ Frequency والـ Frequency دي هي عباره عن واحد على الـ A واحد على الـ Period وده واحدة من الـ Equation الأساسية جدا اللي لازم احنا كلنا اللي بقى اخدين بقى منها لانها بتنطبق على كل أنواع الـ Waves فيه سؤال دايما بيطرح نفسه هو لو احنا عندنا Light بيتراول from one medium to another وطبعا زي ما احنا قلنا ان حسب النوع الـ Medium ممكن الـ N تتغير وبالتالي ممكن السرعة تتغير فدلوقتي احنا اتفعنا من الـ Equation الأساسية بتاعة الـ Waves اللي هي الـ C بتساوي لامضة في الـ New يعني الـ Frequency بتساوي الـ Wave length في الـ Frequency عايزين اتساءل لو احنا السرعة هتتغير اني واحدة فيما هتتغير هتغير اللامضة ولا هتغير الـ Frequency بس اكشولي الـ Physics بتقول لنا ان الـ Frequency remains the same الـ Wave length هو اللي بيتغير يعني معنى كده لو انا بتكلم على ان فيه تغيير في السرعة بتاعة الـ Light اللي هيحصل هيحصل تغيير في اللامضة مش هيحصل تغيير في الـ New أبدا اوكي فمعنى كده هم نتكلم على ان احنا يعني التغيير اللي بيحصل بيبقى الـ New Diamond سابتة لان الـ Frequency لما بتتغير بنتكلم على سيستم مهواش Linear بنتكلم على Linear System لما بتكلم على Linear System أو Linear Propagation بنتكلم عن الـ Frequency ما بتتغيرش خمس النظريات بتاعة الـ Dual Nature بتقول لنا ان احنا هم نتكلم على سيستم مهواش هم نتكلم على سيستم مهواش هم نتكلم على سيستم مهواش الـ Near Infrared والـ Ultraviolet الجزء اللي هو الصغير اللي حوالين الـ Visible Range اللي هو بنتكلم عليه هنا دوت اللي هو بيتراوح بين منكلم مثلا يعني 400-750 ده عبارة عن الـ Visible Range منتكلم على الـ Near Infrared منتكلم على حاجات في الـ Micron Range ومنتكلم على Ultraviolet حاجات في النانوميتر في اوائل النانوميتر رانج اوكي فمنتكلم على الـ Energy بتاعة الجزء دوت منتكلم على ان كل فوتون بيبقى حوالي يعني 3.1 يعني في حين احنا التدير بقى نطلع فوق خارصة عند الـ X-Rays والـ Gamma Rays والحاجات كلها بنتكلم على حاجات اكتر بكتير اوي وفوق برضو نفس الكلام الجزء بتاع الـ Infrared بنتكلم على حاجات اصغر بكتير اوي في الجزء بتاع الـ Visible Electromagnetic Spectrum اللي هو جزء بتاع الـ Visible Range بيتراوح طبعا بين الـ Red الـ Red بنكلم على 750 نانوميتر بيتكلم على الـ Viot بيتكلم على 400 الـ Frequency عادة الناس ما تتكلمش عليه قوي طبعا حممكن نحسبها من الـ C على Lambda بس احنا عادة في الـ Wavelength بيبقى يعني قريب اكتر للـ للـ Audience بتكلم على ان الناس عارفها اكتر يعني عارفة الـ Range اللي هو بـ 400 و 250 ده اكتر معارفة الـ Range بتاع الـ Frequency الـ Energy بتراوح بين 1.65 لغاية 3.11 إلكترون لما نيجي نتكلم بقى على الـ Light بيعمل ايه جوه في الجسم او بيتكلم على متا على الـ Level بتاع الـ Atoms بيتكلم على ان في عندنا حاجة اسمه الـ Atomic Energy Levels The simplest system that can emit or absorb light هتكلم على الـ Single Atom مش هكلم بس على حتى مجموعة من الـ Atoms لان مجموعة الـ Atoms ده ممكن يبقى فيه secondary interactions ممكن تخلي الدنيا معقدة شويه الـ Single Atoms ده ممكن نحنا نشوفها في حاجة بنسميها Mono Atomic Gas اللي هي بتكلم مثلا على الـ Sodium Gas مثلا الـ Mono Atomic Gas ده عبارة عن يعني باخد مثلا واحد من الـ Elements اللي موجودة عندي وبخليها تبقى موجودة في Gas Form والـ Gas Form ده بيخلي الـ Atoms بتبقى موجودة يعني مشتتة موجودة في خلال الـ Space اللي انا بتكلم عليه ده وتبقى بعيدة عن بعض كفاءة بحيث ما يبقاش فيه اي interaction بينها من بعضيها خالص فطبعا احنا عندنا بالاضافة للـ Translational Kinetic Energy اللي بيتكلم عليها اللي هي جايا من من الـ من الـ Kinetic Energy اللي جالي من الحاجات الـ Brownian Motion اللي هي بتتحركها بيبقى في عندي حاجات جوه يعني internal energy موجودة بسمية Energy Levels يعني لو بكلم عن الـ Energy Levels ما بكلمش على الـ Kinetic Energy اللي جالي من Brownian Motion اتكلمنا عليها قبل كده لا بكلم على حاجة internal جو الـ Atom فباسيكلي الـ Atom can change from one energy level to another by emitting or absorbing a photon with an energy equal to the energy difference between the levels نفهم الكلام ده اكتر شوية لما ندي مثال اتكلم مثلا على ان عندي مجموعة من الـ Levels واحد واثنين وتلاتة وهكذا كل واحد فيهم عنده Energy EI يعني مثلا الـ Level الاولاني الـ Energy بتاعته تبقى E1 والتاني E2 والتاني E3 دائما بيبقى فيه Lowest possible internal energy for each Atom يعني بيبقى فيه Level معين كده الـ Atom دي بتبقى At Rest لما تكون او في الـ Ground State بتاعتها تبقى موجودة في الـ Energy Level ده اي حاجة اكتر من كده بتبقى يعني ممكن الـ Atom تأميت Energy وترجع تاني الـ Ground State اللي بتكلم عليه ده يعني لو بتخيل مثلا الشكل اللي قدامي ده لو بتخيل الحاجة اللي تحت دي هي الـ Ground State الـ Ground State دي معناها ان هي دي اقل حاجة مقدرش هنزل عن كده لو حصل ان انا عملت Absorption Atom دي حصل لها Absorption لحاجة معينة بتطلع من الـ Lower Energy State دي تطلع لإيه لـ Higher Energy State بعد شوية نتيجة ان كل الـ Systems بتند انها تروح لـ Equilibrium او الـ State State بتاعتها بتأميت Photon او بتأميت Energy بنفس المقدار بالضبط عشان ترجع تاني تبقى في الـ Ground State بتاعتها فاحنا هنا لما بطلع من الـ Level ده للـ Level ده بابقى بعمل Absorption بعمل تصت Photon بالـ Difference ده بالضبط ولو بانزل من فوق من الـ Excited State دي لـ Ground State برضو اميت Photon بنفس القيمة بالضبط الفوتون دوت لازم يكون بالضبط نفس القيمة بتاعت الـ Jump دي والـ Photon ده برضو نفس الكلام نفس القيمة بتاعت الـ Jump دي لو اتكلم بقى على حاجة محددة نفس القيمة بالضبط وهو بتاع الـ Hydrogen Atom بتكلمني في عندي مجموعة من الـ Energy Levels محددة بالـ Equation دي En بتساوي الكلام ده تربيع في كذا 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 الكلام ده كله في الاخر حسب الـ N دي ما بتتغير بيطلع لي هنا الـ Energy مختلفة ون بتساوي واحد واثنين وثلاثة وهذا كذا لو انا خطيت بقى كل الـ Constance الموجودة دي يعني M-E دي الماس بتاعت الـ Electron E اللي هي عبارة عن شارج على الـ Electron H ده اللي هو الـ Modified Blank Constant اللي هو عبارة عن H على twice pi كل الـ E-Node اللي هو الـ Permeability بتاعت الـ Free Air فبتكلم على كل الكلام ده كله فبقى بقى بكل الـ Constance دي فبيطالي الـ Equation بكل شكلها البسيط ده ده اللي هو اللي هي بتبقى عبارة عن مينس 1 مينس 13.6 على واحد اللي هي مينس 13.6 اللي هي تحت خالص كده الليفل اللي بعد كده على طول بيبقى مينس 3.4 لو انا اديت للـ Hydrogen Atom الفرق دوت اللي هو عبارة عن 10.2 Electron Volts بتطلع من Ground State تطلع للـ State اللي هي اللي فوق خالص دي اللي فوقي على طول ولو انا بتكلم على الثري برضو لو انا عندي هنا الـ Atom بتاعتي في الليفل هو ثري لو هي عمد Emission اللي 1.88 Electron Volts فوتون بتنزل من ثري لتو وهكذا فلو انا بصينا على الـ Hydrogen Atom Spectra هنلاقي ان في عندنا مجموعة من الفوتون اللي ممكن يكونوا اميتد لكل البوسبول من الـ A من الترانزيشن اللي ممكن تحصل فلاقي عندي كده لو انا بصيت هلاقي ان في جزء منها في الـ Visible Range ولاقي في عندي حاجات ممكن تبقى في الـ Range اللي هو Outside الـ Visible Range أوكي فكل واحدة من دول يعني ده عبارة عن ترانزيشن من 2 الـ 2 الـ 1 وفيه ترانزيشن من 3 الـ 2 وفيه من من 4 الـ 2 وهكذا كل الحاجات دي كلها وكلها الحقيقة كل واحدة لها سبكترم أو لها ويف لنث محدد طبعا محدد بالـ Energy بتاعتي اللي هي اللي موجودة هنا ونفتكر طبعا احنا عندنا الـ Energy بتساوي في H في New أو أو H سي على لمدة فمعنى كده أنا بكلم عن ويف لنث بيعتمد على العلاقة بين الـ Energy وبين وبين اللمدة فهنا اللمدة دي مقابلة للـ Energy بتاعت الـ Jump اللي موجودة عندنا هنا الـ Energy بتاعت Atom عموما بتدباند على مجموعة عن الـ Values بسمهم 5 Quantum Numbers ودي فيهم حاجة اسمها Principle أو Spin أو Z Component بتاعت الـ حاجات دي كلها الحقيقة عشان ندرسها محتاجين يبقى فيها عندنا أحسن شوية في الـ Quantum Mechanics ما مش هي دي برضو الحتة اللي احنا مفروض نركز فيها فهناعتبر ان احنا بس عندنا مجموعة من الـ Parameters كده بيبقوا بيعملوا الـ Energy بالزبط أوكي الـ Energy دي مهمة في ايه بقى؟ مهمة ان احنا بعد كده لما بنيجي نعمل Transitions بنيعمل Transitions according للـ Values بتاعتنا دي يعني Transitions دي مش اي Transitions اقدر نروح من اي State لأي State تانية لا دا لازم بتتحكم في Transitions دي بحسب القيم بتاعت الـ Quantum Numbers دي الحاجات اللي بتحكمنا بقى في حاجتين بيسيكلي بنكلم على حاجة اسمه Poly Exclusion Principle دا بيقول لنا ان No 2 Electrons in an Atom can have the same values for all their Quantum Numbers يعني Quantum Numbers اللي هما الخامسة دول لا يمكن نلاقي فيه 2 Electrons جوه الـ Atom بيبقى ليهم نفس الـ Quantum Numbers دي لازم بيقى فيه واحدة فيه مختلفة على الال الحاجة التانية انه بيبقى فيه definition لحاجة اسمه Ionization Energy بتاعتنا هي عبارة عن The smallest amount of energy required to remove an Electron from an Atom when the atom is in its ground state لما بتكلم على كمسال لحاجة زي كده بتكلم مثلا عن Hydrogen ground state بتاعتها هي الـ Energy ممكن اوصلها هي minus 13.6 فمعنى كده اضفت لها 13.6 Electron باخدها للـ Ionization باخد الـ Electron موجودة وطلعه بره خالص بحيث انه هو يعمل Ionization للـ Atom دي طبعا دا يعتبر عالي شوية نتيجة لانه هو قريب جدا من من الـ Nucleus يعني لو بصلنا على حاجة زي الـ Sodium هنلاقي ان الـ Ionization اقلب كتير من الـ Ionization الـ Energy بتاعت الـ E بتاعت الـ Hydrogen يعني بتكلم على 5.1 عموما الـ Atom can receive energy from an external source such as collision with another atom or some other particle و اللي بيحصل ساعتها هي بتabsorb a photon of the proper energy او ممكن هي تعلوم one of its electrons to move to a higher energy level as long as that level is not already occupied يعني بتكلم ان انا يعني لازم الـ Photon اللي هو يبقى يبقى يعني بنفس الترانزيشن اللي انا عايز عمله وده بيقلب واحد من الـ Electrons اللي هو يبقى في ها ممكن ان احنا لو في فرق صغير بين الـ Energy اللي انا عملت لها absorption وبين الـ Energy اللي محتاجها بيبقى في فوتون كمان بيطلع بالـ difference بتاع الايه بالـ difference بين اللي ابنين اوكي بتقول لنا ان احنا عندنا يعني في بعض الكوانتوم نومبرز يعني الترانزيشن ده لازم يحققها بمعنى ان انا لازم الـ Delta L يعني هو الـ Quantum مش مشكلة هو ايه بالظبط بس يعني يعني هنقل بقى الـ Selection بتاع الترانزيشن دوت مش اي حاجة لازم يبقى Delta L بتساوي واحد ولازم يدلتا جي تبقى اما زيرو اما بلاس ماينوس لو في اي تغيير اكتر من كده او غير كده يبقى ماينفعش الترانزيشن ده يحصل اصلا هبتلي بقى نتكلم على الـ Photons وهي بتتحرك ايه اللي بيحصلها بالظبط فطبعا لو احنا بنتكلم على الـ Traveling of Photons مثل الـ Vacuum الـ Photons بتتحرك في Straight Lines ما بتتحركش الى هنا ولا هنا بتتحرك في Straight Lines من السورس اللي طول ما هي ماشية بعد كده تفضل ماشية Straight Lines النقطة طبعا احنا لما بنتكلم على ان الـ Photons بيتتراول ثرو اماتر وبيبقى في عندنا الـ N ما هيش بتساوي واحد يعني N مختلفة اكبر من الواحد طبعا بيحصل الـ Apparent slowing down للـ Photon ده ساعتها ان احنا ممكن نشوف ان الـ Photon ده الـ Wave Front بتاعته بتتغير بس النقطة ان فيه حاجة تانية كمان مهمة ان ممكن يحصل له حاجة اسمها Scattering او حاجة اسمها Absorption يعني ممكن الـ Photon نفسه يعدي من خلال الـ Medium ده ويبقى بس مجرد يحصل له أو ممكن ان هو يحصل له Scattering أو Absorption اوكي فـ Scattering ده هنتكلم عليه من واري عبارة عن ايه والـ Absorption برده واري عبارة عن ايه اوكي فـ Basically مثال على كده In invisible light does not go through walls لو انا عندي مثلا مثلا بطارية والبطارية دي بصلتها على الحيطة مثلا مفيش البطارية دي ما بشوفهاش من ناحية تانية فمعنى كده الـ Light did not travel through wall الحاجة التانية لو انا ببص برضو على اللايت اللي جايني من الشمس هلاقي ان انا بشوف لون السماء ازرق وهشوف برضو ان انا لون السحاب لايري ابيض فمعنى كده ان في عندي جزء من الـ Light اللي هو عدة في خلال السماء في خلال اللي هي الـ Atmospheric layers في حاجة حصلت له بحيث حاجات عدت وحاجات ما عدتش يعني انه الازرق بس هو العدة والباقي ما عداش وفي الوقت نفسه ممكن ابص الاقي ان برضو الـ Color بتاع الكلاودز معناها ان برضو في حاجات برضو عدت كالعادة في الفيزيكس لما نكون عاوزين ندرس فنومنا معينة عاوزين نبتدي نتكلم عليها بشكل experiment معينة مبساطة والـ experiment دي مبتدي بعد كنا نطلع منها الـ Generalized formulas اللي بتحكم لنا الفنومنا دي فهنماجين that we have a distant source of photons that travel in straight lines and that we collimate and that we collimate the beam يعني ناخد جزء صغير من ال beam اللي احنا بيجلنا ده من ال distance source ده distance source معناها احنا جايلنا الـ Parallel Raise لو احنا عندنا حاجة بعيدة زي الشمس مثلا نطاقة عن الـ Raise اللي جايلنا اوكي جايلنا كـ Parallel Raise يعني Raise كلها Parallel لبعض لو انا عملت خدت جزء صغير من الـ Raise اللي جايلة دي اوكي فمعنا كده بقى سيوم ان انا عندي نير لـ Parallel Beam وهنماجين بقى ان انا عندي القدرة على ان انا تراك كل واحدة من N Photons يعني تخلين الـ Beam ده مكونا من N Photons وأنا هعرف كل واحدة من الـ N Photons ده المثال اللي انا بتكلم عليه لو انا تخيلت ان اعملت ده الـ Beam جايل من بارة كده بارة عن بويفز كلها او Beams كلها بارة للبعض انا عملت له كوليميشن يعني كوليميشن ده بيخلي فيه جزء من الـ Beam هو بس اللي عدي وجزء اللي هنا اللي عده هنا وعده هنا او جاي هنا سقط هنا وسقط هنا ما عداش هتخيل بان انا عندي فيه ده الماتيريا البتاعتي اللي انا عايز ادريسها انا حطيتها دلوقتي قدام الـ Beam اللي يحصل فيه تعالية حاجات ممكن احتمالات موجودة تحصل اول حاجة ان الـ Beam ده يعادي زي ما هو زي ما احنا شفنا هنا وشفنا هنا وشفنا هنا وشفنا هنا بيعادي في نفس اتجاهه وكل حاجة مفيش اي اختلاف حصل خالص ممكن يكون ابطأ شوية هنا بس في الاخر هيعادي في نفس الاتجاه بتاعه بالضبط لو فيه فوتون معادي هنا الفوتون ده هيعادي مش هيحصل له اي تغيير في الـ Direction بتاعه خالص الحاجة التانية بيحصل حاجة اسمها Scattering Scattering معناها ان الـ Beam بيجي وهو ماشي جوه الماتيريا بتاعتي دي يغير اتجاهه ويمشي في اتجاه تاني زي ما مشيت هنا كده او زي ما مشيت هنا كده ممكن تغيير ده ممكن يبقى الوراء وممكن يبقى ده ممكن يبقى في اي اتجاه Scattering by definition بيبقى له يعني ممكن يتحرك في 360 درجة نفس الكلام هنا بالضبط ده Scattering برضه طالما غير اتجاهه بيحصل Scattering اوكي الاحتمال الثالث بقى هو Absorption Absorption معناها ان في عندي فوتون ماشي كده وانس ان هو دخل جوه هيحصله Absorption جوه الماتيريال فالـ Absorption ده معناها ان هو مش هيروك في اي حتة خلاص هو امتص بالـ ايه؟ بالـ Atoms الموجودة جوه الماتيريال بتاعتي دي وخلاص وضع مبقاش موجود نبدأ بقى نحط formulas علشان الحاجات اللي حصلت دي هقول ان انا عندي نوعين من التغيير التغيير الاولاني اللي هو DNS اللي هو DN Scattered وفيه DNA اللي هو Delta بتاعت الـ N اللي هي Absorbed هعرفها ان هي عبارة عن ميو اس في N في DZ ميو اس ده ميو اس في DZ ده بيقول لي ان هي فيه نسبة معينة النسبة بتاعت الفوتونز اللي هي هتمتص كام؟ هضرب النسبة دي في عدد الفوتونز عشان اعرف الـ Delta أو الـ DN دي هتساوي كام؟ نفس الكلام هنا بالضبط بس هيب عندي ميو ايه؟ ميو attenuated أو Absorbed اوكي؟ الـ DN بقى ليه Total يعني انا دلوقتي لو بتكلم على الـ Beam بتاعي ان هو طلع منه قد ايه؟ طلع منه كان فوتون out of العدد اللي هو كان داخل واتخال الـ Scatter ده هيبقى فوقت زيه زي الـ Attenuated بالضبط فاللي حصل هنا هلاقي عندي المجموع بتاع الـ 2 دول هو عبارة عن الـ DN وDN طبعا لازم تكون negative عشان الـ N بتاعتي بتقل انا لمكن انا دخل مثلا 100 فوتون ويطلع لـ 110 لازم يطلع لـ L فمعنى كده ان الـ DN بتاعتي هتبقى دائما negative صحيح؟ اوكي؟ فلو حطيت بقى عوضت من الـ Equation Z هنا هلاقي ان الكلام ده بيساوي minus N Mu S plus Mu A في DZ لو انا بسيت على الـ Equation دي كده انا ممكن احطها بشكل DN by DZ بتساوي constant في N وده شكل exponential curve اللي احنا متعودين عليه وشوفناه قبل كده فهيطلع لدينا على طول N of Z بتساوي N node e to the minus Mu في Z والـ Mu دي عبارة عن Mu S plus Mu A ده الكلام اللي هو في الاخر شوفناه في شكل حاجة اسمها الـ Beers Low ده اللي مستعمل في حاجات كتيرة جدا منها اجهزة تحالية الطبية طبعا في غاية الاهمية ولو أبليكيشنز لا حصرة لها بسمي الميو بتاعتي دي Total Linear Attimation Coefficient بسمي الميو أس وميو A Linear Scattering و Absorption Coefficient وطبعا من الإكويتشنز اللي احنا شوفناها من شوية دي اللي الميو أس زاد ميو أس زاد ميو أس احنا ممكن نعبر عن نفس الحاجة هي هي اللي احنا كلمنا عليها من شوية ممكن اعبر عنها بحاجة اسمها Cross Section الـ Cross Section ده بيقول لي ان انا بدل ما اعبر عن الإكويتشن بتاعتي ان هي في ميو أس في دي زي ما اصلا على حاجة لا انا هتخيل ان انا عندي الفوتون بتاعي ده بيعدي في surface او بيعدي في material فيها جزء بيعدي بيعدي الفوتون وفيه جزء ما بيعديش الفوتون اوكي فباسيكلي الانتراكشن بتاع الفوتون بالماتر طبعا از استاتيسيكال يعني بيبقى حاجة محسوبة بشكل احصائي ما هياش حاجة اكزاكت بس Cross Section اللي هو السيجما ده بمعنى لو تخيلت ان في عندي 2 materials واحد فيهم بيعدي معظم الـ waves واحد فيهم لا بيبقى في عنده attenuation اكتر بكتير باعتبر الجزء اللي هو نقطة سو ده دي ان معناها ان الـ area بتاعتي او الجزء اللي هو ما بيعديش هو جزء اللي في النص ده بس وبقيت الفوتون ثانية بتعدي انما لو كانت حاجة بالشكل ده هيبقى عندي الجزء الاسود ده اللي هو ما بيعديش الفوتون والجزء الابيض هو اللي ايه هو اللي بيعدي فمعنى كده هلاقي ان الـ attenuation بتاع ده بنتكلم على ان هو اتناشر مرة قد الـ attenuation بتاع ده اوكي فده عبارة عن طريقة بس يعني عشان بس ابقى ايه ابقى ايه ابقى نفس الـ attenuation بشكل يكون يبقى ايه يبقى ايه يبقى اعرب شوية لان هو يكون intuitive ممكن البعض منها يتساءل ليه الـ attenuation شكلها exponential ايه مش ممكن افضل نها تكون linear مش مفروض ان احنا عندنا كل الـ layers بتاعت المateria كلها زي بعض طب ليه ما يعني ما تبقاش linear مع الزي مع الزي مع الثيكني الزي ليه ما يكونش كل ما الـ element بتاعنا اللي هو بـ attenuate ده كل ما نكبر الصعيد بتاعه double ليه الـ attenuation ما بقاش double فـ two interpretations هنتكلم عليهم في الجزء دوت اول واحد in basic number of particles remaining in the beam that have undergone no interaction decreases as the target becomes thicker يعني ايه يعني بتكلم مثلا انا اول layer دخلها full n photons يعني n photons جايلي دخلوا دخلوا اول layer تاني layer بقى ما قال هاش n photons لجالها اقل شوية لان في عندنا جزء من الفوتون دي حصلوا interaction في اول layer فمعنى كده ان هي نفسها ما بتبقاش الـ attenuation بتاعها بيبقى يعني زي الاولانية يعني لو هي مثلا بتاخد جزء من الـ n photons دي وتعملوا attenuation اوكي لو هي alpha مثلا alpha percent مثلا فالالفا percent هتبقى مش alpha percent من الـ n لا ده هتبقى alpha percent من الحاجة اللي حصلها attenuation دي اوكي وهكذا كل ما بنخش deeper كل ما الـ target بتاعنا اللي هو اللي بيعمل الـ attenuation that becomes thicker هنلاقي ان الـ number of particles that are available to interact with the deeper layers is less فمعنى كده ان هي فعليا هي نفس الـ alpha هي برضو هتبقى attenuation alpha percent هتبقى attenuation في كل layer بس النقطة ان الـ n نفسها اللي بتتغير او الـ n نفسها اللي بتوصل عشان اللير الـ layer الاخرانية بتبقى قلب كتير من layer الاولانية فبالتالي الـ attenuation بتاعي الـ effect of communication ان كان فوتون تشاله باخر layer هيبقى قلب من الـ photons اللي شايد باول layer فدي بتفصل الـ exponential curve الحاجة التانية برضو ان ممكن نفكر فيها بشكل مختلف شوية بسيكلي ممكن نتخيل ان احنا عندنا الـ thicker sample او thicker layers اللي موجودة عندنا في الـ target دي ممكن نتخيل ان الـ atoms بتاعتها اللي هي مفروض ان هي target بتاعتي اللي هي بتعبالي عن cross sectional area موجودة يعني احنا فاكيني الرسمة بتاعت cross sectional area دي لو عندي targets اكتر كل ما كان الـ attenuation اكتر لو نتخيل ان احنا عندنا في الـ matrix بتاعت الـ atoms دي الـ atoms دي بتبقى محطوطة في شكل crystals مثلا وفيه atoms منها بتبقى وراء atoms تانية فمعنى كده لو انا بتكلم على ان انا فرضا يعني حاطة atom ووراها atom تانية فلو عندي فوتون جاي اكيد هي interact مع الـ atom الاولانية مش هي interact مع الـ atom اللي وراها في نفس المكان وراها فمعنى كده احنا بنتكلم هنا على ان احنا في عندنا some of the target atoms in the further layers are hidden behind others and are therefore less effective in causing new interactions فمعنى كده ان احنا الـ exponential decay curve بتاعنا مع الـ distance ده interactions بتحصل اكتر في الاول ليه لان هي دي اللي في الـ wish على طول يعني نلاقي الـ atoms ساعتنا كلها exposed وكلها بتبقى cross sectional area بتاعتها بتبقى very effective كل ببقى بنخش ديبر بيبقى الـ atoms دي likely نيبقى قدامها اه اه اتومs تانية فهي نفسها ما تبقى ش very effective يعني لو جاي لي فوتون في الـ direction بتاعها هيبقى more or less interacted بحاجة قابليها قبل ما يوصل لها ففعليا ان الـ effective cross section بتاع اللي يرز اللي 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 ورا بتاع اللي يرز اللي هي deeper هلاقي ان هي less effective عن الـ layers اللي كانت ايه في الاول خالص اخر حاجة خالص نكلم عليها في جزء بتاع cross section ان احنا كل اللي بنكلم عليه ده بنكلم على small cross section لازل نكلم على الموضل بتاع small cross section المشكلة في large cross section ان بيحصل في complicated interactions يعني ممكن ان انا اتكلم على ان انا ممكن يحصل لي multiple interactions مش single interaction بما انا ممكن يبقى فيه عندي مثلا فرضا الاطم او الفوتون اللي جاية لي دوت مش يحصل لي فيه بس scattering لا ده ممكن يحصل لي two scatterings اوكي يعني يحصل scattering للوايف دي وبعدك يحصل scattering تاني ففي الاخر ناندب ان احنا الفوتون ده يجي يبقى في direction بتاع ال beam الاصلي مثلا اوكي فمعنى كده ممكن محسبوش ان هو حصل له interaction او ما حصلوش attenuation بس هو actually حصل له multiple interactions مش interaction واحد اوكي فباسيكي ممكن احنا ساعاتها لما يكونوا فيه عندنا large cross sections بنعمل approximations بس عمتا في كل ال problem بتاعتنا هيبقى cross section مهواش كبير relative للbeam اللي جاي فعشان كده هنقدر ان احنا نتصرف فيها مش هيبقى فيه عندنا مشكلة بس ناخد في اعتبارنا بس لو حصل لنا ان احنا قابلنا problem فيها large cross section نبقى عارفين ان فيه عندنا مشكلة مهمة جدا ان cross section ده مش ماشي straight forward كده مش هيعلى دول بسكيل مع ال dimension كده عادي لا ده بيحصل حاجات معقدة فلازم الموديل بتاعنا يبقى يعني accordingly يعني يبقى يتغير كبعض ال applications in near infrared الناس بتكلم على كازا حاجة كده هنكلم على كازا مثال كامثلة يعني استعمال اللايت في الاجهزة الطبية يعني فيه حاجة اسمها blood oximetry ده منتشر جدا طبعا بيبقى مهمة عشان نقدر ان ايس بيه ال oxygen concentration في الدم ده بيعتمد على ان انا بقيس ال attenuation بتاع ال waves مثلا او light ب certain wavelength جوه البلد وحسب ال attenuation ده او حسب ال absorption بتاعه دوت بقدر منه اعرف ان ال concentration بتاع ال oxygen عبارة عني ازاي كلام ده بيتعمل بيبقى فيه عندي لو انا بسيط على ان انا استعملت مثلا ويف لانس معين بالنانوميترز طبعا ده ال range بتاعنا اللي هو ال visible light او near infrared معنى صح نحن عارفين ان هي من 750 فا اكتر ده ال near infrared الحتة الاخنية دي اللي هي ال visible light بيكلم عن هنا ال red مسلا فبتكلم على ان انا عندي dx hemoglobin الكيرف بتاعه بشكل عامل كده في حين oxy hemoglobin الكيرف بتاعه بشكل عامل كده فالنقطة ان انا دلوقتي لو استمسها عند wavelength 700 هتطلع ال equation في two unknowns انا دلوقتي عايز يزعر في ال concentration بتاع ال oxy hemoglobin relative to the concentration بتاع the oxy hemoglobin لان هو ده اللي بيقول لي ال oxygenation عامل ازاي في ال blood اوكي فهيبقى في عندي one equation in two unknowns مقدرش حلها انما لو خدت two wavelengths لو خدت لمضة هنا مسلا وخدت لمضة تانية مسلا هنا 900 مسلا ولا حاجة هيبقى عندي فيه two equations في two unknowns اوكي فساعدتها اقدر احلو مقدر اجيب النسبة بتاع the oxy hemoglobin كام بالنسبة ال oxy hemoglobin اوكي هي لازم اخبرنا ان فيه نقطة محددة اللي هي نقطة اللي هي موجودة هنا دي لانترساكشن بتاع two curves بسميها ال iso spastic point بيبقى عندها الحقيقة two curves متقطعين مع بعض فمعنى كده ان انا لو است عندها مقدرش ان انا استفيد من النقطة دي عشان احل ال equation اوكي بتبقى برضه يعني الى حد ما يعني هما الاثنين ليهم نفس ال absorption factor بالظبط فما اقدرش ان انا استفيد بيها اوكي دي طبعا بتبقى الياسات بتاعتها تبقى calibrated يعني اللي ما اجعمل pulse oximeter باعمل ال calibration للcurve بتاعتي على حاجات انا عارفها عشان في الاخر اقدر احل ال two equations عند two wave length اللي انا استعمله بس دي طريقة بسيطة جدا جدا علشان اقدر بيها احسب ال oxygen concentration في الدم باستعمال ال concepts البسيطة جدا بتاعت ال beers low اللي شفناه في الجزء بتاع ال absorption او بتاع ال attimation exponential attimation مثال تاني مهم جدا بردو الناس بتتعمله علشان تشخص بعض الامراض حاجة بسميها الرامن spectroscopy بتنطق رامن 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 spectroscopy ده هو scattering of light okay in which the scattered photon does not have its original energy but has lost or gained energy corresponding to a rotation or vibration transition يعني معنى كده ايه معنى كده ان انا بتكلم ان انا لو باعت مثلا الفوتون بتاعي ده بلمضة معينة هرجع لي بلمضة مختلفة يعني هيحصل له مش هيحصل له scattering يعني هيكون ماشي مسا في ال direction هو كده هيحصل له scattering كده مش بس هيحصل له scattering كده لا ده هيحصل له scattering كده ويجي لي بانرجي مختلف او wave length مختلف الكلام ده بيظهرنا في الكروفات كحاجة بالشكل ده كده بيا في عندي حاجة اما higher energy or anti-stock photon او lower energy stokes photon او كي والذين دول في الرامل spectroscopy معروفين جدا ونقدر ان احنا نبص عليه ونقدر ان احنا نشخص بيهم بعض الامرات ازاي كلام ده انا ممكن ان انا اطلع spectrum بتاع الرامل shift يعني كل واحد من من دول اللي موجودين عندي دول هيس المسافة بتاعته عن عن فينتي بتاعتي كم يعني انا ببعت عند عند الفريقونسي دي وبستقبل بعد كده الفريقونسي دي جايالي وارسم الكلام ده versus shift يعني هنا مثلا shift بتاعي من 641 لغاية 526 اوكي فبارسم ان هي عبارة عن الفرق ده يعني حط النقطة دي عند الفرق ده الرسمة دي بقى بتعباري عن حاجة اسمها رامن spectrum او رامن spectroscopي يعني بيبقى فيها يعني كل البيوميديكال سبستنس او كل البيو كيميكال سبستنس الموجودة في الجسم تبقى مابت عند مكان محدد فانا ممكن بيها والحقيقة بعض الريسورش يتعامل فعلا مضوضة ممكن اعمل بيها حاجة تعملي حاجة زي virtual biopsy لو انا مسلا في بعض الاورام مسلا في الحاجات اللي هي superficial ممكن احتاج فيها ان انا اخد biopsy يعني اخش جوه الجسم واخد قطعة من الموراة من نفسه واطلع بيها وعملها تحليل انا ممكن ما اعملش الكلام ده لو عندي رامن scattering ممكن انا اميت light يعني اميت infrared radiation او red radiation مسلا عند الوافلانت ده وايس الاسباكترم بتاع رغم انه سبكتروسكوبي دوت ومنه اقدر ان انا اعرف اذا كان في ورم ولا مفيش ورم كل ورم طبعا بيبقى في مجموع من الكاركترستيك بيكس ومنها اقدر اعرف فعلا اذا كان في عندنا الورم الفلاني ده موجود ولا مش موجود بيبقى في حاجة زي markers كده او signatures كل مرض ممكن انا ان انا بصيت عليها في الاسباكترم اقدر اتعرف اذا كانت موجودة او مش موجودة فممكن اعمل بيها حاجة زي virtual biopsy كده للاورم المختلف ده مهم جدا بتده يبقى له applications في البيوميديكال انجينيرينج وده الحقيقة في بعض الرسائل اتعملت عليه وفي بعض الابحاث عاملت عليه فعلا واثباتت ان هو فعلا ان هو يتعرف على حاجات كثيرة جدا جدا جوه جسم الانسان ممكن طبعا يتعامل جوه الجسم وممكن طبعا لو احنا عندنا سامبل بره ممكن برضو في منتقى البساطة تتعامل يعني نتنيني الكلام على موضوع مختلف شوية هو موضوع thermal radiation في اول خالص نتنيني الكلام على مثال بتاع الاتوميكجاس الاتوميكجاس اميتس لايت افيتس هيتد تو افيو ثاوزن كالوزينز يعني ايه كلام ده يعني احنا دلوقتي لما نكلم على الاتوميكجاس لما كنا نتكلم منتكلم على ان كل اتم بتبقى بتشتغل اكنها انديبندنت يعني المسافة بين كل اتم التانية ممكن تبقى بعيدة كفاية ان ما يحصلش ايه انتراكشن بتوين الاتوم وبعض فبنتكلم على الاتوم اكننا بنتكلم مع سنجل اتم المثال المشهور او على حاجة زي كده هو الفيمس ييرو لاين اف سوديوم وده باسيكلي بنتكلم على ان احنا بنتكلم على لين سبكتروم يعني بيطلقنا للسنجل ويف لنث من الانتراكشن اللي بيحصل لها اوكي الفيمس ييرو لاين بتاع السوديوم بيبقى اللين ده بتاعته بتبقى بالرقم ده 589.18 نانوميتر بنكلم على النيو بتبقى في الرانج دوت هي عبارة عن سيالة للمده طبعا الانجل بتبقى حوالي 2.11 لكترون فولز طب نعرف منين اذا كان هيحصل اكسيتيشن بحيس ان يطلع لنا الانتراكشن ده ولا لا طبعا الحاجة اللي احنا بنستعملها اللي هي في حاجة زي كده هي البولتسمن ريشيو البولتسمن ريشيو بتقول لنا احتمالية وجود اكسيت اتم ريشيو البولتسمن ريشيو بيساوي كم؟ لو احنا فاكرين احنا كان عندنا الهو البولتسمن فاكتو ده كان عبارة عن ايدو ده مينس اي واحد ناص اي اثنين على كي بي في تي اوكي فالدلتا اي دي اللي هي اللي كان موجود عندنا هنا دوت ده احنا ممكن حسب احنا نقدر نسخن الفارق بين التو ليفلز اللي احنا بتكلم عليهم بيساوي كم؟ يعني الفارق بين 2 ليفلز مثلا 2.11 الكترون فولس هتكلم على التمبرتشر بقى عندها بيبقى النسبة دي كم؟ لو احنا بنتكلم اتروم تمبرتشر يعني بتكلم مثلا 20-30 دي جريز مثلا اول حاجة بتكلم على ان الريشيو دي بتبقى الريشيو دي بتبقى 8-10-18 دي شايفين الفارق دي بنكلم على ان احنا ضربنا الكلام ده في 10-28 رقم فلكي فساعتها بيبقى عندي انوف اتومز تتجيف اوف لايت يعني في عندي انوف اكسايتد اتومز موجودة جوه الاتوميجاز بتاعي فمعنى كده كل واحدة منهم لما ترجع جراوند ستايت بتاميت فوتون بالرقم ده فعشان كده الضوء بتاعها بيبقى قوي النسبة بتاعت الاتومز اللي فيها الاميشن ده وبتبقى عالية جدا فبيبقى اطلع لي انوف لايت ان انا قدر استعملها في الايه في اللايتنج ابليكيشن ده انا بشوفها في الشهارع وفي حاجات زي كده لو احنا بقى منسخن piece of iron ايه الفارق بين دي وبين دي الحالة تحت السوديوم جاس ان احنا كنا بنتكلم على ان احنا الاتومز بينها وبين بعضها مافيش اي interaction خالص خالص نهائي لان هي كلها بعيدة عن بعض فمعنى كده بتكلم على line spectrum اللي بيطلع بيطلع حاجة شكلها بتبقى يعني single line single frequency بيطلع لونه اصفر مسلا اوكي انما لما بتكلم على heating a piece of iron piece of iron معناه ان انا بتكلم على ان الاتومز قريبة جدا من بعض فنتيجة القرب اللي موجود ده بيحصل حاجة اسمها splitting وشيفتنج ويبتدي تجغل عندي حاجة اسمها bands بمعنى ان انا ممكن لو انا عندي single line هيبقى شكله اعمل كده لو حصلي splitting هيبتدي لو لو two atoms جانب بعض مثلا هيحصل splitting يعني هيبقى هما two atoms دي مش يعملو emission لل frequency اللي هي بتاعة line spectrum دي لا ده واحدة تطلع اقل شوية واحدة اكتر شوية لو عندي اكتر عندي atoms اكتر بيبقى عندي برضو يحصل further splitting لو عندي بقى عادت كبير جدا من الاتومز بيبتدي بقى ان يبقى في ال spectrum بتاعي بيملى يعني بيملى كل spectrum طريقا بيبقى حاجة اكناها continue spectrum بالضبط اوكي فبتكلم دلوقتي على ان انا في الاول خارس لما بسخن iron piece of iron d بيبقى درجة حرارة في الاول تبقى red اوكي عندي درجة حرارة دي عندي درجة حرارة دي عندي درجة حرارة 150 او 800 كلفن بعد شوية تبقى ال هو cherry red اللي هو بيبقى يعني احمر فاتح اوي اوكي بعد شوية تبقى yellow بعد شوية تبقى white بعد كده بتبقى dazzling white اللي بتبقى blueish white يعني تبقى almost يعني كل الحاجات بتبقى موجودة في ال range اللي هو 1900 ده يعني كل ال wavelength ببقى ال spectrum شكله عامل كده فبشوف دلوقتي ان انا هنا spectrum بتاع بيبقى مبتدي بحاجة معينة وبتدي بعد كده يحصل له variations مع درجة الحرارة بحيث ان في الاخر يبقى تقريبا كل ال wavelength موجودة يبقى تقريبا continuous spectrum موجودة عندي نتيجة لل effects اللي بتحصل هنا دي طبعا ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا في الحالة بتاعة ال atomic gas اللي هي زي sodium كل ما بنعلي درجة حرارة ما بيحصل ليش الكلام ده كل ما بنعلي درجة حرارة كل ما من بيطلع لي النسبة بتاعة ال atoms اللي بيحصلها excitation بتبقى اكتر فمعنى كده ان هي الضوء بس بيبقى عند نفس ال wavelength بيبقى عند نفس ال line spectrum هو هو بس ال intense بتاعته بتزيد نما هنا بيحصل تغييرات اكتر شوية نتيجة لان ال atoms جنب بعض بتعمل interaction او بتعمل interference بينهم بين بعض احد ال definition المهمة جدا في الجزء بتاع thermal radiation هو definition بتاع black body black body هو عبارة عن substance that has so many closely spaced levels that it absorbs every photon that it strikes it اوكي يعني لو انا عندي انا كنت بتكلم قبل كده ان انا لما بيكون عندي photon لازم او عشان اعمل transition لازم الفوتون ده يبقى بالضبط ادي transition انا عايز اعمله عشان يحصل interaction اوكي هنا بقى بتكلم على على يعني substance فيها كل الليفلز الممكنة بحيس ان اي فوتون هيجيلها هتمتصه على طول وعشان كده it appears black طبعا ده idealization ما هوش practical بس الحاجة اللي احنا بنعملها لو احنا عايزين نعمل تجربة عايزين نعمل approximation لل black body بنعمله كcavity بالمنظر ده كده يعني حط مثلا عبارة عن حاجة شكلها عبارة عن صندوق كده وفيه خرم فيه بس ثوق بصغير قوي فاي ويف هتخش جواه يعني طبعا بيبقى جواه black اوكي فبيحصل multiple interaction بيبقى very unlikely ان يحصل من هنا ان فيه واحد من الفوتون هيطلع باره تاني فبيبقى approximation مش بطال لل black body نعرف بقى علشان black body ده نعرف حاجة اسمها emissivity بنكلم بقى ساعتها على احنا كام برسنت black body اوكي فبنكلم عن المسيبتي اللي هي epsilon of lambda اوكي ان هي fraction of light absorbed at wavelength lambda بمعنى احنا بنكلم على ideal black body بكلم على epsilon of lambda ده بيسوي واحد اللي هو epsilon of lambda عند كل اللامده اوكي لما بكلم على ان هو بيسوي constant اللي من الواحد يبقى معنى كده بكلم على حاجة كidealization او يعني حاجة تبقى بين الاسود وبين اللي هو transparent بكلم على حاجة اسمها grey body اوكي وده طبعا يدينا فرصة ان احنا نقول احنا كام برسنت black body ان ال black body نفسه هو ال ideal situation اللي هو زي كده ده بيبقى very unlikely يعني بتكلم مثلا بعد شوية هتكلم على ان جسم الانسان مثلا ممكن ان هو نعتبر ان هو black body في رينج معين اوكي بس مش هيبقى بيساوي واحد بزبط بيساوي مثلا point nine حاجة اوكي فطبعا لما يكون عندنا ابسلون بتساوي zero بيكلم على حاجة transparent او reflective يعني معنى كده ان ما بيحصل لهاش ما بتعملش اي absorption او اي emission لل للفوتون اللي جايالها اوكي when a black body is heated the light given of has a continuous spectrum because the energy levels are so closely spaced طبعا احنا دلوقتي لما بكلم على ان انا بمتص بكل الفوتون يبقى معنى كده لما بعمل emission بعمل اميشن لكل الفوتون برضو لكل الانواع الفوتون كل الانرجيز بتاع الفوتون او كل الوافلانز بتاع الفوتون اللي موجودة عندي كم continuous spectrum في الاميشن بتاعي نتيجة لانا عندي كل يعني الليفل زي موجودة عندي بحيث ان كل الترانزيشن الممكنة بتخليلي الاسبكترم بتاع شكله almost continuous بنعرف حاجة اسمها black body radiation function دي عبارة عن الاسبكترم of power period area emitted by completely black surface in wavelength interval between lambda and lambda plus delta lambda اوكي بعرفوا ان هو عبارة عن الحاجة اللي احنا كتبنا هنا دي w lambda of lambda t يعني بتعتمد طبعا على temperature اوكي وده بيبقى شكله حاجة بالمنظر اللي احنا شايفين قدامنا ده اوكي لابتكلم هنا مثلا على عند 1600 بيبقى كذا عند 2400 بيبقى كذا عند 30000 بيبقى كذا لو انا خدت بقى الجزء اللي هو يبقى شغال قريب من range بتاعي اللي هو range بتاع room temperature اللي هو t بتساوي 310 degree كيلفن بيبقى شكله حاجة بالمنظر ده كده اوكي بيلاقي ان هو من اول حاجة زي 3 مايكرون لغاية مثلا حاجة قريبه من حاجة 40 مثلا 40 مايكرون او حاجة زي كده اوكي طبعا ناخد بالنا من range relative ده اوكي انا بنتكلم هنا على range ابعد بكتير يعني range هنا micrometer او micron بيبقى هنا في range البقيد خالص اللي هنا ده كل ما احنا بنعمل heating كل ما ال peak بتاعت ال black body radiation function بتشفت left والكرف كله بيبقى ايه يعني بيبقى skewed كده to the left زي ما احنا شايفين هنا كده اوكي فاحنا رب نتكلم على black body احنا بنسخنه احنا اكشلالي ما بنشوفش radiation بتاعه في visible light بفور ان احنا نسخنه مثلا ل 2400 ان هنا 1600 حتى ما بيوصلش ان هو يكون وصل اللي يبقى فيه component في ال visible range اللي هو ال visible range اللي موجودة عندي هنا لما يبتدي 2400 بيبقى فيه component موجودة 3200 بيبقى في component موجودة بفضل بعد شوية كده موجودة عندنا components موجودة في الايه؟ في الجزء اللي هو ال visible light ده نقدر نشوفه الحقيقة فيه عندنا theoretical formula بتاع بلانك بتدينا ال w lambda of lambda and z ده بيساوي كام ودي الحقيقة فيها كل الترمز اللي فيها دي كلها بتطبقى constant معادة temperature والlambda اللي هي ال wave length فاحنا basically بنبلغ in temperature بتساوي كام ونقدر نحط او نرسل الكرامدة as a function of lambda اللي هي موجودة هنا وموجودة هنا علشان نطلع شكل ال spektrum اعمل ازاي لو انا عايز احسب بقى total energy اللي هي area under the curve اللي هو total curve بتاع اللي هو black body radiation function ده فبا integrate الكلام ده with respect to lambda اتى particular t فبلاقي ان فيها عندي فورمولة ظريفة جدا اللي هي بيطلعلي انها مجموعة constant كده مدروها في t to the power 4 اللي هي sigma sp في t to the power 4 القانون ده بنساميه stephan boltzman low وباسيكلي sigma spd بتبع define as stephan boltzman constant وده بيبقى له رقم محدد كده نحنا ننبلغ in على طوله دي حاجة الحقيقة مهمة جدا يعني نبقى عارفين الـ total radiation بتاعنا بيساوي كم بالضبط بدلالة temperature اللي احنا وارفين عندها بتساوي كم ممكن ان احنا نتكلم على black body radiation function as a function of new بدل ما هي as a function of lambda احنا basically ده الشكل اللي احنا شوفناه من شوية احنا عارفين علاقة بين lambda و new هي عبارة عن ان new بتساوي c over lambda اللي هي علاقة بتاعت wave equation اللي احنا شوفناها من شوية فممكن نعمل mapping بقى نقاط دي نوديها تبقى نقاط تانية موجودة في الكيرف التاني بحس يبقى فيها عندنا كيرف دلوقتي ابارة عن نفس black body radiation function as a function of new اوكي فنلاقي ان الـ equation بتاعتنا بتطلع حاجة بالشكل ده كده وهي برضو نقدر بيها نحسب برضو الـ spectrum بتاعنا بس بدل ما يكون عندنا wavelength بيبقى عندنا frequency محددة وفي الاخر هما الاثنين برضو يعتبروا equivalent البعض لو احنا بصينا على الـ two equations احنا بصينا على الـ peak بتاعت الـ black body radiation function مع اللمدة والـ peak بتاعتها مع frequency بنلاقي حاجة صريفة جدا بنلاقي ان احنا عندنا اللمدة maximum في T بتساوي رقم ثابت وعلاقي عندنا new maximum على T بتساوي رقم ثابت برضو فبنلاقي actually ان احنا لو احنا شلنا T من الاثنين اللمدة maximum في new maximum بتساوي رقم ثابت اللي هي بتساوي .57C اللي هي .57 الـ speed of light اوكي فده actually بيدينا indication ان احنا ممكن يعني لو احنا عارفين الـ new maximum بتساوي كام نقدر نجيب اللمدة maximum على طول وهما الاثنين بيبقوا مختلفين action ما هماش equivalent للـ C ما هماش equivalent العلاقة ما هياش C بتساوي lambda new يعني فباسيك نقدر من واحدة فيهم نجيب التانية الـ peak بتاعت الـ black body radiation function اللي ما بعمله relative للمدة غير لما بعمله relative لـ new لو انا بتكلم بقى على general case مش بتكلم على black body بتكلم على grey body اللي بيحصل انها بستعمل نفس الـ black body radiation function اللي انا بتكلم عليها دي واضربها في الميسيفيتي بتاعتي على function of lambda يبقى معنا كده بتكلم على grey body radiation function ان هو عبارة عن epsilon of lambda times w lambda of lambda t يعني هي نفس الـ characteristics بزبط بتاعت W lambda هي نفسها بالزبط بتاعت الـ black body باضربها في الميسيفيتي بتاعت الكيس اللي بكلم عليها عشان نحسب الايه general case بتتاعت لما بتكلم بقى على human skin ودي الحاجة اللي انا كنت عايدة اوصلها هلاقي عندي ان فيه range معايا من الـ lambda's range معايا من الـ wavelength هلاقي فيه ان الميسيفيتي بتاعتي بتبقى 0.98 plus minus 0.01 يعني ممكن انها تبقى 0.99 فالنقطة ان احنا متكلم انها هو فعلا الـ human skin ده بيبقى ريب جدا 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 ان هو يكون black body اوكي لو انا بتكلم على انه surface area بتاعت البناء ادم حوالي 1.73 متر سكوارد عن temperature 33 درجة بتكلم على total power radiated بتاعت جسم الانسان من الجسم هي عبارة عن W total بتساوي S في W total اللي هي عبارة عن S في sigma Sb في T قصة 4 اللي هي عبارة عن الشتيفان بولسمان لو هلا انها بتساوي 860 وات يعني نكلم انها range عالي جدا جدا وبيساوي تقريبا تساق اضاف اللي احنا عارفينه في الجسم اللي هو حوالي 100 وات النقطة ان من الاكواجين دي فيها غلطة يعني عشان احنا نحسبها بالشك ده كده في خطأ ان احنا بنأسيوم متاعتنا at zero degrees Kelvin يعني الجسم بتاعنا هو اوكي ممكن يامت الانيرجي دي بس الحاجات اللي حوليه هي كمان بتامت فالحاجة الصحيحة اللي احنا بنحطها ان هي تبقى T T ambient عشان نقدر يحسب الكلام ده بشكل مزبوط فدي من الحاجات اللي احنا برضو ناخد بالنا منها نحنا نقدر بمنتها البساطة نتيجة ان احنا شايفين قدامنا كده بالضبط ان الهيومان اسكن ده بيعبر عن بلاك بادي اوكي نقدر نحسب هو هيمتص add energy او هياخد او هو هيمت add energy at any given wavelength طبعا برضو ناخد بالنا من حاجة مهمة ان الكلام ده بيبقى valid بس في الرينج ده يعني الرينج بتاع الرينج بتاع اللي هو بالنسبة بتكلم على ال visible light وفي ال near infrared وفي ال ultraviolet مش بنكلم على كل الرينج بتاع الايه بتاع الايكتر مارجنتك سبكترم عشان بان نحل المسألة اللي احنا تكلمنا عليها من شوية ده بشكل دقيق هاسيوم ال surrounding temperature بتاعتي عبارة عن 20 درجة يبقى ساعتها ال W total اللي هو يعملها emission اللي هو ال human skin ده يعملها emission هتبقى بتتساوي s sigma sp t في تي و السربعة نقص تي اس و السربعة اوكي تي و السربعة هي عبارة عن درجة حرارة الجسم اللي هي بتبقى 37 درجة زائد طبعا متين ثلاثة و سبعين وبتكلم على مثلا اللي هي surrounding temperature عبارة عن 20 درجة زائد متين ثلاثة و سبعين فهنا او اكشوري وفريطها مختلفة شوية وفريطها اقل شوية نتيجة ان ال human skin بيبقى مختلفة على internal temperature او يتخيل انها بتبقى حوالي 34 وعلى حاجه ففي الاخر هنتكلم على الرقم بتاعنا هيبقى 306mm او 293mm هيطلع حوالي 137 وات يعني معنى كده ايه معنى كده لو في واحد واقف وجسم كله متعرض للحرارة بتاعي 20 درجة يبقى اكشوري الحرارة اللي هيفقدها ليه 137 وات دي هتبقى اكثر من Beel point metabolic rate فهو عنده حل من اتنين ياما هو يبتدي يتحرك علشان يبتدي يعمل اكسرسايز ويرفع درجة حرارة الجسمه عشان يعالي البيزة الميتابوليك ريت ياما هيبتدي بقى يفقد درجة حرارته ويبتدي يوصل لهايبوثيرميا واحدة من الامثلة برضو مهمة قوي اللي احنا ناخد بالنا منها ودي حاجة الحقيقة بنشوفها في المستشفيات ان احنا عندنا الجلاس has high emissivity in infrared region فالردياشن توكولد ويندوز ده ده واحدة من الحاجات اللي احنا كلنا ممكن نلاحظها في الشتاء لو انت حضرتك في القوضة بتاعتك وفي الشتاء الدنيا برا ساعة وسايب الشباك مفتوح يعني شباك مفتوح والازاز هو اللي مقفول بس هنلاحظ ان القوضة دي ساعة لو حضرتك قفلت الشيش او حطيت سطارة او سطارة غمقة يعني او سطارة مش بتسمح بالضوء ان هو يعدي هنلاقي ان القوضة بتبقى قدفة لان الجلاس has high emissivity in infrared region فمعنى كده الهيت فروم بادي يعني لو انت حضرتك قعد في القوضة عليك بتقيميت هيت من الجسم للجلاس ويندو فاللي بيحصل ان هو يعني الهيتنج من البادي للجلاس دوت بيبقى اكتر من الهيتنج اللي جايلك من برا لجوه لان برا بيبقى ساعة من جوه فنتيجة لكده بيحصل ان انت بتفقد درجة حرارة اكتر لما يكون الازاز ده يعني موجود وبينك وبين الانفارومنت اللي برا اوكي الكلام ده مهم جدا لما بتكلم على حاجة زي infant incubators اللي موجودة في المستشفيات لو في عندي السويت اللي موجود فيه infant incubators لو كان في ويندوز مفروض الويندوز دي تبقى اما مقفولة اما لازم اكون اميك شور ان السايد بتاع الانفارومنت اللي للاحياتها يكون محطوط عليه حاجة بحيث ان يبقى فيه سيبقى بين الانفارومنت اللي مفروض الويندوز المفتوحة دي اوكي لو الويندوز يعني ازاز بتاعها مقفول الحقيقة بتبقى source of absorption of heat من القوضة لبرا اوكي فمعنى كده ان احنا لو احنا خلينا الانفارومنت اللي موجود وجنبه شباك ازاز اللي بيحصل نى سايده بين Infant Incubator دوت بيبتدي يبرد بيريت اقهل بكتير جدا من السايده البعيد فبيحصل نيبقى درجة حرارة ممكن Further Lip Lip quedبقى معايينة الكوبيتور بس درجة الحرارة دي بتبقى أبرد كوالويندوز نتيجة الاية نتيجة Hell Exposure لل glass window فلااخد بانا من الكلام ده ان احنا لو احنا عندنى infant incubator suite في مستشفى لازم ما يبقاش فيى اي اي ويندوز خالص ولو كان فيه ويندوز لازم تبقى مقفولة أو لازم تبقى مفيه مش بس تبقى جلاس ويندوز لازم تبقى فيه حاجة بين الإزاز وبين الانفارميت اللي برا عشان تمنع خروج الحرارة من السويت دوت لبرا هننتخل دلوقتي نحن نتكلم على حاجة مختلفة شوية وهي الـ Other End of the Spectrum بدلا ما كنا بنكلم على الـ Infrared نتكلم دقتي على الـ Blue Ultra-Value Radiation الفرق بين الـ Two Ends of Radiation Spectrum or Visible Spectrum بتاعنا إن الـ Energy في الناحية التانية هتبقى أكتر بكتير من الـ Energy ناحية الـ Infrared والـ Red فالفرق اللي هيحصلين هنا في الـ Blue Ultra-Value Radiation إن الـ Energy of Individual Photons is high enough to trigger chemical reactions in the body دي ممكن تعمل حكتين ممكن يبقى لها harmful effects ممكن يبقى beneficial يعني ممكن تبقى مضرة لها أضرار وممكن يبقى لها طبعا بعض الأيه بعض الفوائد أوكي الحاجات الفوائد قليلة شوية زي Treatment of Neuronatal Jaundice أو الـ Generation of Vitamin D الـ Harmful effects زي Sunburn زي Skin Cancer زي Premature Aging of the Skin الحاجات اللي هنم نشوفها مثلا للناس اللي هي عايشة في الشمس طول الوقت هنلاقي إن في بعض الأضرار بتبقى واضحة جدا بالنسبة له هنلتدي أول حاجة خالص اللي هي Treatment of Neuronatal Jaundice اللي هو مرض الصفرة ده الحقيقة بيتكون في الجسم المرض ده أو بيحصل في الجسم نتيجة لأن بعض الأحيان الأطفال المولودين بيبقوا لسه الليبرز باعتهم بتبقى premature ما بتدارش إن هي تعمل الفونكشن بتاعتها بشكل مزبوط اللي بيحصل أن البليروبين واحدة من توكسيك ويست بروتكس بتاعتهم من المرضى باشخص بنيشة البليروبين ده بناء المرضى يعني ما ينفعش إن احنا من خلال الجهاز الهضمي أو جهاز اليورينري نحن نعمل تخلص من البليروبين ده أوكي اللي بيحصل إن انت في حالة لما يكون الليبر موجود وشغال بيحصل بعض الرياكشنز في الليفر بحيس انه يتخلي البليروبين ده يتحول لحاجة تانية تبقى water soluble وبالتالي تقدر تخرج مع ايه؟ مع اليورين فالنقطة ان احنا لما بيكون في عندنا نيوبورنز with immature livers اللي بيحصل انه بيبقى فيه يعني عدم وجود للفونكشن دي او لو كان فيه increase rate of hemolysis يعني الrate بتاع الدات RBCs اللي هو rate بتاع ال generation بتاع الدات RBCs اكتر من الrate اللي بيستعيبه الكابت بتاع الاطفال دول فبالتالي بيبقى فيه بيلي روبين accumulation في الجسم بيخلي جسم يبقى لونه اصفر اللي هو characteristic للجوندس طب العلاق بتاعه بتعمل ازاي بقى؟ الناس لحظت ان when a skinned of a newborn with jaundice was exposed to bright light jaundice went away يعني في بعض الناس الدكاترة لحظوا الموضوع ده كانت من لحظة observation من الاول خالص فبعد شوية الناس التدات تبص يعني بدقة اكتر شوية لعت ان الفوتونز of blue light have sufficient energy to convert the bilirubin molecule into more soluble and apparently less harmful forms اوكي؟ فمعنى كده لو احنا استعملنا حاجة في البلو والألتالر فيوت رينج اللي بيحصل ان احنا بنكسر البليروبين ده او بنحوله الحاجة بتخليك الجوندس ده يضيق خالص او كده يكون جوندس ده يبقى ايه يعني يبتدي يريكوفر اوكي؟ طبعا لو احنا استعملنا فوتونز بانرجي اقل بنلاقي ان هي مش فاري افاكتف فمعنى كده احنا محتاجين حاجة يا اما blue يا اما ultraviolet عشان يبقى انرج بعتها انف فالعلاج بقى في الموضوع ده بالنسبة للجوندس بيبقى برا عن حاجة اسمها phototherapy ده عبارة ان احنا بنحط لامبة بتاعت ultraviolet radiation بتبقى فوق البيبي وده عادة بتبقى محطوطة فوق الحضانة بتاعت البيبي لانها عادة بنكلم على في النيو نيتل جوندس بيبقى عندنا بريماتيور بيبيز فبيبقى جوة الحضانة فا اما الحضانة بيبقى فيها ultraviolet لامب اما بيبقى فيه ultraviolet lamp separate بتتحط فوق الحضانة بحيس انها تعمل phototherapy بالنسبة للبيبي ناخد بالنها من حاجة مهمة قوي لازم نحط للبيبي حاجة اسمها eye patches يعني نحط حاجة تغمي عين البيبي لان ال ultraviolet ده ممكن يبقى ضر جدا بالنسبة للعين بتاعت البيبي ال ultraviolet ده له spectrum شكله مميز جدا بنلاقي عندنا ان الشمس لو احنا بصينا عليها هنلاقي ان ال spectrum بتاعها ال spectrum جاي لنا منها لو احنا اثناء بيطلق هو ال curve اللي احنا شايفينه تحت ده لو احنا قارناه بال black body radiation عند 5200 دجري كالفن هنلاقي ان فيه almost نفس الشكل تقريبا بين ده وبين ده فممكن نتخير ان احنا عندنا الشمس تركت حوالي 5500 دجري كالفن وغالبا عند ال black body radiation ده هنلاقي ال peak بتاعتنا بتبقى عند حوالي 500 نانوميتر بتبقى عند رون الاخضر اللي بيحصل عندنا في ال radiation اللي هو جايرنا من الشمس ده بيبقى فيه جزء كبير منه بيبقى absorbed في ال ozone layer اللي هي ال O3 layer من 2320 نانوميتر الملاكية ال O2 اللي موجود في الجو بيبقى اي حاجة اقل من 180 نانوميتر ال ultraviolet spectrum ممكن احنا نقسمه لعدد من البنز UVA وال UVB وال UVC هم اهم ثلاثة لان هم ليهم biological significance اي حاجة اكتر من كده بتبقى more likely ان هي تبقى absorbed في الاتموسفير فمنهاش أي biological significance لان هي بتبقى theoretical يعني بيبقى فيه مثلا بتعملها generation بطريقة artificial مش بتبقى موجودة في ال spectrum بتاع الشمس فهوما دول الثلاثة ranges اللي احنا بنهتم بيهم لو احنا بصينا بقى لل effect بتاع ultraviolet بالنسبة للبنياء ده مواحدة من الحاجات اللي ممكن يؤثر عليها هو DNA DNA اللي موجودة في كل السلسطة بتاع البنياء بمين فاللي بيحصل ان احنا عندنا UV radiation ممكن هو يكسر ال DNA دوت فاحنا ممكن نرسم كروفات بقى the ultraviolet radiation weighted بال effect بتاعها على ايه على ال DNA او sensitivity بتاع DNA لل variation او ال spectrum اللي هو جايلي دوت فبلاقي ان احنا عندنا sensitivity بتاع ال DNA دي بتاع لجامد جدا لما يكون الشمس متعمدة عندي zero degrees يعني تعامد that direction بتاع الشمس لما بتكلم على الظهرية مثلا بيبقى شمس متعمدة على الارض فبنتكلم على ان اعلى sensitivity لل DNA damage بالنسبة لل ultraviolet بتبقى موجودة عندي zero degrees لما تبقى 40 تبقى تخف شوية لما تبقى 60 درجة تبقى تخف اكتر اوكي فعشان كده الناس بتقول ان مثلا الناس المفروض ما تتعرضش للشمس في الوقت بتاع الظهرية علشان بيبقى فيه فعلا damage اكتر بكتير جدا في الوقت بتاع الظهرية عن الوقت بتاع الصبحية بدري او العصر مثلا او وقت القابل المغرب على طول عشان بيبقى الانجل بتاع الشمس بتفري اجامد جدا 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 في السنستيفيتي بتاع ال human DNA لل radiation بتاع UV اللي جاي من الشمس ممكن بيبقى نكراكترايز ال response بتاع حاجات تانية في الجسم مثل ال skin مثلا to the ultraviolet radiation وده عادة بينادر ان احنا نعبر عنه بنوعين من ال responses حاجة acute او موقتة او حاجة chronic او بتبقى دائمة او بتبقى يعني مزمنة يعني فالaccute response عادة بيبقى في صورة erythema معناها redening of the skin لو هاي حد فينا قاعد في الشمس شوية بيلاقي ان الجلد بتاعه بيبقى اللي هو كما تعرض للشمس بيقولونه بيحمر شوية بنعرف حاجة اسم minimal erythmal dose erythmal dose ده بيمكلم على ان احنا ده اقل كمية من التعارض للشمس اللي هي تخلي فيه redening يبقى يبقى فيه erythema اصلا يعني وفيه حاجة تانية برضو بناقدر نحنا نعرف بها response بتاع ال skin ال skin لل different types of ultraviolet radiation ففيه حاجة اسمها erythmal action spectrum ده عبارة عن relative sensitivity of the skin versus the wavelength يعني بنرسم ال wavelength هنا كده مع ال action spectrum بتاعي بيساوي كام دي معناها ايه؟ معناها ان احنا عندنا بنتكلم على range بتاع UVC و UVP الجسم بتاعنا بيبقى very sensitive للايه؟ لل ultraviolet radiation بمعنى ان احنا لو عادنا وقت وصير جدا ممكن يحصل ال erythema للجسم اوكي؟ النقطة دي معناها مثلا او اي نقطة تانية على الكيرف معناها ان انا لو عند ال wavelength ده بحتاج مثلا بكلم هنا ان دي مثلا حوالي 0.01 لو انا واقف مثلا هنا عند النقطة دي مثلا 0.01 معنا كده ان انا محتاج اتعرض للشمس الف مرة اكتر من هنا عشان يبقى في نفس ال erythmal dose موجودة لو انا بتكلم ان انا هنا بقى تحت خالص يبقى معنى كده ان انا عند 400 في UVA مثلا في الاخر UVA خالص اللي هو يعني بتكلم على ال range بتاع البلو اللي هو بتعرض مثلا للشمس عشرة الاف مرة قد هنا اوكي عشان يبقى نفس ال effect بتاعي او نفس ال redening او نفس ال erythmal الموجودة هنا تبقى موجودة هنا اوكي فبنلاحظ طبعا ان احنا كل ما بعيدنا في UVA كل ما ال wavelength بتاعنا كبر اوكي كل ما ال effect بتاعي بقى اقل وفيه طبعا من اول ال wavelength اللي هو من اول اللي بنكلم مثلا عن UVB لا UVB بنلاحظ فعلا ان احنا عندنا بقى في مشكلة كبيرة بالنسبة بالنسبة للجسم او عادنا فترة قصيرة جدا ممكن يحصل erythmal النوع التاني من response بقى اللي هو chronic او prolonged response احنا ممكن نلخصه في حاجتين ممكن يبقى حاجة اسمها abnormal cell growth او hypertrophy او hyperplasia ولهم في الاخر بيحصل حاجة تغيير abnormal في طريقة نمو ال cells ممكن هي turn out to be ايه حاجة زي cancer اوكي فنقطة هي في غاية الخطورة ويهي طبعا لازم ناخد بقنا منها عشان ندي مثال على كده هنبص على امثلة related مثلا حاجة زي ال skin cancer الناس لاحظت ان احنا لما بنعرض الجسم ultraviolet radiation لفترة طويلة جدا بيحصل premature aging of the skin لو احنا شفنا واحد من الناس اللي شغالين في الشمس طول الوقت هنلاقي ان شكل الجلد بتاعه بيبقى شكله اكنه سنه اكبر من السن الحقيقي بتاعه اوكي وفي الوقت نفسه واحدة من الحاجات الخطيرة جدا اللي موجودة في UVA وال UVB انها بتعمل body immune response فمعنى كده ان احنا ممكن ان احنا نتعرض لو احنا نتعرضنا UVA وال UVB radiation بشكل كبير بيبقى فيه احتمال ان احنا نتعرض لكانسر اوكي والامثلة اللي الناس ادتها المسال اللي هو تحته خالص في التيبل اللي تحته خالص ده الناس لقيت ان احنا لو بنتكلم بنقارن مثلا من حتة زي New Orleans وحتة زي هواي New Orleans مدينة عادية ما فيهاش اشواطئ كثير ولا حاجة غير هواي 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 اللي هي مدينة اشواطئ والناس بيتعرضوا للشمس فيها بشكل اكبر بكثير في نفس الفترة هنلاقي ان لكل مئة الف شخص فيه عندنا بالنسبة للميلز فيه بالنسبة للميلو وحليانز هنلاقي مثلا سبع اشخاص تقريبا اتعرضوا للنوم تجيلهم ميلانومة او سكين كانسر رلاتف الاثنين وعشرين او اكتر من اتنين وعشرين واحد في هواي لو بنكلمها على الفيميلز هنلاقي ان كان فيه خمسة وثلاثة من عشرة يعني كل مئة الف يبقى فيه حوالي خمس ستات او اكتر من خمس ستات اتعرضوا للملانومة في حين ان في هواي يبقى فيه عندنا حوالي خمستاشر واحد فبنلاقي ان احنا في الحتة اللي فيها التعارض للشمس اكتر بكتير بنلاقي ان الـ events او الـ incidents بتاع الأمراض اللي هي بتاعت الـ skin cancer زي الميلانومة بتبقى اكتر بكتير الحقيقة عشان نعمل الـ protection من الـ ultraviolet radiation الناس بتاعت دلوقتي تتعاود ان يبقى فيه حاجة اسمها sun screen اللي هو الـ SPF بيبلغو SPF معينة sun protection factor محدد كل ما الـ SPF ده كبر كل ما كان ده طبعا بالنسبة لنا بيأخبر حاجة كويسة عادة SPF مثلا 30 بيعتبر مش بطال هو باسيكلي SPF ده يعني نخب بالنا بس من حاجة مهمة فيه انه هو بيزع الـ erythema يعني mainly UVB effect فنقطة some of the sun screen اللي هي موجودة بعض اللي هي المستحضرات اللي تستعمل كsun screen او sun block do not protect against UVA فلازم نبص على الـ spectrum اللي هو بيعمله blocking عشان نعرف اذا كان effective ولا مش effective لو انا بعمل بلوكينج بس الـ UVB بيبقى عندي مشكلة UVA لسه موجودة وممكن برضو تعارض للشمس ممكن برضو السيلف الاخر يعملي مشكلة طبعا بالنسبة للاطفال ده حاجة مهمة جدا لان احنا باسيكلي الاطفال بيبقى خطور النمو فتعارض لحاجة كده كده ممكن هي تبقى فيها خطور اكتر من الـ adults اوكي فدي طبعا بنكلم على ان احنا لازم نقلل الـ exposure يبقى اقلب كتير او من الـ adults ونحاول ان احنا دايما نستعمل لهم sunblock بحيس انه هو يبقى الـ exposure ده يبقى سيبقى بالنسبة له في برضو واحدة من الـ effects بتاعة الـ ultraviolet radiation وهي الـ damage بتاع الـ eye وده الحقيقة بيعمل كذا حاجة بيعمل acute effects زي مثلا حاجة زي الـ thickening of the cornea او disruption of cornea and metabolism او ممكن تبقى فيه trauma من الـ blue lights يعني susceptible to trauma او ممكن يحصل في الـ low doses انه يبقى فيه photochemical changes تحصل قوة الـ tissues بتاع الـ eye او ممكن يحصل thermal damage لو احنا بنتكلم على high doses ده بالنسبة للـ acute effects الـ chronic effects بقى لو عملت chronic exposure ultraviolet ممكن يعمل permanent damage to the cornea وده ده في الاخر بيبقى طبعا بيسبب لي مشاكل بالنسبة للعين كبيرة الحقيقة فبالصحة طبعا الناس اللي بتبقى exposed للـ انها بتشتغل برا في الشمس مثلا وفيه ultraviolet radiation بيبقى فيه في العدسات بتاعت النضارات ممكن عدسات بتبقى بتبقى الـ UV radiation فدي حاجة مهمة جدا ان احنا نستعملها علشان تقلل الـ damage بالنسبة للـ eye للناس اللي شغالة في الخارج يعني في فضو الشمس فترة طويلة الحاجة بقى المهمة او الحاجة المفيدة اللي احنا نشوفها بقى بالنسبة للـ ultraviolet radiation الناس بنـ synthesize vitamin D فالحقيقة دي واحدة من الحاجات اللي هي يعني لما احنا بنعرض الجسم بتاعنا لـ vitamin D يعني بنعرض الجسم بتاعنا للشمس هو بيجنرات vitamin D جوه الجسم فبالتالي بيعوضني عن نقص الفيتامين D اللي انا باخده من خلال الـ diet من خلال اللي هو الوجرات الغذائية اللي انا باخدها فالحقيقة لازم برضو رغم ان احنا بنتكلم على ان احنا حاجة كويسة ان احنا بنـ synthesize vitamin جوه الجسم اللي احنا لازم نبقى اختين في اعتبارنا ان الكلام ده ممكن تعمل بـ very brief exposures يعني مش شرطنا نعود فترة ساعتين مثلا في الشمس عشان نعمل generation لـ vitamin D لا انا ممكن نعود مثلا 10 دقايق ولا حاجة وتبقى more than enough اوكي لان احنا برضو لازم نبقى remember the exposure hazards نحنا بنوض فترة طويلة ممكن تعمل لنا مشكلة حقيقة دي بنستعملها دايما في الاطفال الصغيرين علشان طبعا بيحتاجين vitamin D علشان لما بيكونوا بيابنوا العظم بتاعهم فطبعا بيبقى برضو حاجة مهمة ان احنا نعملها ومش شرط الجسم كله يبقى exposed ممكن يبقى جزء صغير من الجسم يبقى exposed ويبقى هو اللي يعمل لي generation اللي اللي انا محتاجه طبعا دلوقتي في حتة كثيرة في دول متقدمة على الاهل يعني مش متأكد بصراحة من الدول زي مصر مثلا فيها الكلام ده هتلاقي ان فيه مثلا بعض الاطعامها بتبقى fortified with vitamin D يعني ممكن تبقى تشتري مثلا لبن وتلاقي اللبن ده مكتوب عليه vitamin D milk او vitamin A and D milk يعني هو بيبقى يعني نضاف له vitamin D بحيث ما يبقاش محتاج ان الشخص ده يتعرض للشمس وخاصة في اماكن اللي بيبقى فيها وجود الشمس ما هواش يعني حاجة يعني معتادة زي عندنا مثلا زي البلاب بتاعتنا اوكي فبرضو ممكن ان vitamin D ده مش محتاجين قوي نحن نبقى expose للشمس في حاجة وجود بعض الاطعامة اللي احنا محتاجين لها اللي فيها موجودة عندها يعني الكمية اللي احنا محتاجينها من vitamin D نتكلم على موضوع مختلف شوية وهو برضو application من application بتاعت ال light interaction with biological tissues وهو heating tissues with light اوكي ده ممكن نلاقيه في ال biomedical devices يعني في الفورم بتاع hyperthermia نحن نسخن الجسم شوية بحيث ان هو يعني يتخلص من ال cancer الموجود جواه لان معروف جدا ال cancer عند 42 درجة بيبقى فعلا بيبقى خلاس ال cancer كلها بتموت نفس الكلام بالضبط احنا ممكن نستعمله في application تاني بنسميه tissue ablation تيشو ablation ده احنا باسيكلي بنحرق تماما التيشو اللي احنا بنتكلم عليه وده عادة بيستعمل مثلا لعمل عملية وفي مثلا برضو منطقة بتاعت cancer موجودة ممكن ان المنطقة بتاعت cancer دي اسخنها بحيث ان هي المنطقة كلها اللي فيها cells دي تتحرق تماما وتبقاش موجودة اوكي فالheating برضو ممكن يبقى side effect من حاجة اسمها phototherapy phototherapy اللي احنا كلمنا عليه قبل كده ده ممكن برسا لما انا بقى عمل phototherapy للشخص مثلا عشان jaundice ولا حاجة ممكن heating يحصل نتيجة برضو ان انا متعرض للايه للايت بتاع phototherapy ده اوكي اللي عايزين نعمله دلوقتي بقى عايزين نعمله modeling عشان نفهم بالزبط ايه اللي بيحصل فالmodeling ده هيبقى فيه source term هيبقى فيه بعبر عن deposition of photon energy وترم تاني للflow of energy away in the warm blood يعني بمعنى ان احنا عندنا التيشو بتاعنا هيبقى فيه جزئين جزء نفسه يعني الموضل بتاعنا هيبقى فيه جزء بياخد ال photon energy ودخله جوه التيشو عشان يسخر التيشو دي وفي نفس الوقت التيشو ده موجود جوه تيشو اس تانية وفيه blood vessels دخله جوه وخارجه منه فبتاخد ال energy دي away from الجزء اللي انا بسخانه ده فعايزين نشوف الموضل بتاعنا اللي فيه two terms دول هيبقى معمول ازاي نبتدي بقى نعبر عن اللي يحصل فعليا ال dynamics بتاعة ال heating اللي يحصل ده بحاجة اسمها نبتدي نعملها derivation واحدة واحدة كده احنا شوفنا قبل كده في fix first law ان فيه عندنا نوع من انواع الفورمز بتاعة fix first law بتابلاي على heat diffusion فبلاقي ان heat diffusion equation بتبقى حاجة من منظر ده كده where gh اللي هي flux density بتاعة ال heat بتاعة لو احنا اخدنا نفس ال equation دي برضو رحنا عملنا بها derivation fix second law هلقني فيه عندي حاجة بسميها heat conduction equation بيبقى فيها هنا التغير في temperature بتاعة التشو ده مع الوقت والنحية التانية بيبقى فيه عندي التغير في الدرجة الحرارة دي مع ال space ويبطيق ناخد ال heat conduction equation دي ك basic equation ويبطيق بعد كده نزود عليها بقى كذا term تانيين اضافيين لان هيدي دي بتعبر عن ان انا لو فرضا عن the time t بتساوي zero كان درجة الحرارة كذا عايزين نعرف درجة الحرارة دي تغير زي مع الوقت اوكي فاحنا هنا لا احنا عندنا درجة الحرارة عايزين نضيف لها terms بقى بحيس انها تزودها و terms تانية ممكن انها تقللها ونشوف الاخر total effect تاعة ال equation كلها عبارة عنه اوكي طبعا لو احنا بصينا هنا كده هنلاقي ان ال equation هنا عبارة عن root t في c t partial t partial t وهنا في constant k دوت ده square t اللي هو second derivative temperature with respect to space لو كان عندنا ال space ده one dimensional يبقى ده هيكون partial square t partial x squared طيب اللوقتي احنا بنتكلم على ان ال equation دي بتوصف حالة ما هياش يعني حالة passive يعني عندي درجة الحرارة معينة ودرجة الحرارة دي كانت اعلى شوية من الوسط اللي موجود فيه عايزين نعرف درجة الحرارة دي هتتغير ازاي لغاية لما توصلت ب steady state اوكي طب دلوقتي لو فرضا انا عندي التشو بتاعي دوت perfused perfused معنى كده بيخش لي بلد ويخرج منه بلد فمعنى كده ان الدم اللي هيخش دوت هيتغير درجة حرارته وهو خارج هياخد جزء من الانرجي اللي موجودة دي عن طريق درجة حرارة زيادة اللي هو طالع بيها دي ففعليا هيبرد لي التشو دوت عن الدرجة الحرارة اللي كان موجود فيها فهنعرف اول حاجة ال perfusion ده بدرجة perfusion p ان هو volume blood flow يعني اللي هو موجود عندي per unit mass يعني عبارة عن volume على mass بتاع ايه بتاع تشو طب انتين بقى نبص ال effect بتاع perfusion ده هيعمل ايه بالزبط ال effect بتاع perfusion ده ان هو هيزود لدرجة الحرارة بالمقدار اللي احنا نشوفه هنا ده عبارة عن cb اللي هو specific heat بتاع البلد فرو بلد اللي هو في الاخر واحدات بتاعته تبقى عبارة عن حاجة بالشكل ده عبارة عن كيلو جرام على ميتر سكوير بس الاسف احنا لو احنا عملناها بالشكل ده هنلاقي ان الدنيا شكلها مش طوطيف قوي في الحساب لان احنا كمية البلد اللي داخلها وخارجها دي صعب قوي نحنا نحسبها فعشان نخلي العملية تبقى بالنسبة لنا في الحساب تبقى منطقية اكتر شوية عايزين كل حاجة تبقى موجودة in terms of tissue اوكي ال tissue اللي موجود يعني بمعنى عايزين كل حاجة تبقى in terms of الparameters بتاع tissue نفسه فلو احنا ضربنا نفس الحاجة دي بالضبط في رو تي في بي رو تي دوت هيعمل لي ايه رو تي ده هم نتكلم على ان الparameters ده عبارة عن volume of blood على volume of tissue اوكي volume of blood على mass of tissue معنا صح اوكي فالmass of tissue دوت معناه ان انا الوقتي عندي ان في هنا في رو تي مضروبة موجودة في البي نفسه اوكي فلو انا عايز اخلي تحت volume of tissue يعني يبقى volume of blood على volume of tissue يبقى لازم اضرب في رو تي اللي هو دانسي بتاعت التيشو عشان اطير من هنا الجزء اللي كان مخليها ماس اللي هو الرو تي اللي كانت موجودة تحت ففي الاخر يبقى الترم رو تي في بي ده يبقى volume of blood على volume of tissue لو احنا عملناها بالشكله ده يبقى اخلي الترم اللي هو اللي فوق هنا ده مع الترم اللي تحت هنا ده يتشاله مع بعض اوكي الكلام ده كله في الاخر طبعا لو احنا فاكين الكويتجان الشهيرة اوي اللي هي c بي في في ام في دلتا تي ده دلتا تي بتاعنا اللي هو فرق درجة حرارة بتاع درجة حرارة تيشو ناقص درجة حرارة البلاد اللي هي هسميها تي نوت اوكي فاكلام ده في الاخر يطلع لنا عبارة عن الوحدات بتاعته تبقى جول بيرميتر كيوبة او تيشو على ايه على ساكند طبعا هنا انا عملت حاجة مهمة جدا ان انا خليت كل الحاجات فانكشن في بارامترز ادريس تيشو نفسه مفيش عندي مثلا فوليوم البلاد لان فوليوم البلاد صعب جدا ان انا احسيبه بالنسبة لتيشو معي فكل الحاجات اللي عندي هنا دلوقتي اللي هي c بي بتاع البلاد الرو بي هو دانسي بتاعة البلاد الرو تي هي الدانسي بتاعة التيشو والبرفوجين البرفوجين اللي انا عارف تقريبا قيمته كم الكلام ده كله بقدر اسسيبه بمطقاب البساطة و هقدر ان انا مجموعةaji في مطقة البساطة والكلام ده كله بيبقى مضروف في التي، الانس تي نوت اللي هي الدلتا تي بتاعينا الترم دا هو بقى زي ما احنا كنا نتلكم من شوية التيشو ان هو هيبرد التشو، فمعنى هو هيبرد التشو، معنى كده انا هحطه فيробس ياهي الديفيجون أيches او الهي الكوندكشان او Coburn que whichbu fickung عليها في الاول احوطها كsexiend term هنا ب Idee at third term لان زي ما احنا شايفين كدهخت sign بتخلي Partial T partial t بقى اينه بقا ايه؟ يقل مش يزيد. نيجي بعد ال chased back on a third term lion نفكر بقى في الحاجة الاساسية اللي احنا كنا بنعمل بيها Heating أصلا إخنا قديمت فأنا اكد now that option نستعمل light عشان نعمل heating للتيشتر فمعنى كده لازم يبقى في عندي third term يعني في عندي term اضافي الترم الاضافي ده هيزود لي temperature بتاعت التيشتر فلو احنا اعتبرنا ان في عندنا الفلكس بتاع الفوتون دي عبارة عن flow rate يعني ما اعنى صح هو عبارة عن psi فبتكلم اني عندي absorption rate بتاعي mu a يبقى معنى كده عدد الفوتونز اللي هي هتتحول لهيت هتبقى عبارة عن term ده كده اللي هو عبارة عن mu a في psi فمعنى كده ان هو term ده basically هو كمية الفوتونز اللي هتحولي الحرارة في التيشتر هتبقى بيتساوي كم؟ طبعا انا بحطه هنا positive sign علشان ايه علشان انا لو term ده كبر يبقى معنى كده partial t partial t هيبقى بال positive sign يعني الانتراجة الحرارة هتعلى بعكس الجزء بتاع perfusion اللي كان بيخليه درجة حرارة تقل الفورم الاخراني خالص اللي بنتكلم عليه هنا ده كل الايكويجين دي بقى كلها على بعضيها كده بسميها bio heat equation ودي اكشوري لو احنا بنبص على application بتاع الhyperthermia لابقى بعمل simulation الhyperthermia هنلاقي فيه ناس بتيرا جدا شغالة انها بتحل partial differential equation ديت واتطلع لها بعد كده solutions عشان تقدر تعرف بتاع temperature عامل ازاي عشان تتاكد مثلا ان هو لو انا فرضا بعمل application للhyperthermia بطريقة معينة هل انا بأزي تيشو تاني غير ده انا عايزة اسخن ولا لا فدي هنلاقي لها حلول كتيرة جدا هنلاقي لسا فيه research work بيستعمل نفس الhyperthermia عشان يحاول يطلع optimal heating pattern مثلا بالنسبة للنوع معين من tumor او لمكان معين لتيومر هنتكلم هنا بقى عن حاجة مختلفة خالص في اخر جزة في المحاضرة بتاعتنا بيتكلم عن حاجتين حاجة اسمها radiometry وحاجة اسمها photometry radiometry بنتكلم على ان احنا عندنا source of energy source of radiation اوكي والsource of radiation ده احنا عايزين نقيم الانرجي اللي طلع منه اوكي بتساوي كام عندما كان معين اوكي ملاش دعوة هو في الاخر رايح يعمل ايه والانرجي بتاعت الانرجي بتاعت الـ radiation source دي ما بتهمناش وما بتفرقش معين احنا بنتكلم بقى في الفوتومتري حاجة مختلفة شوية ان احنا بنتكلم على الحاجة اللي بنقسها بنقيمها بـ how it affects the human visual sensation يعني بمعنى لو الـ humans مثلا عندهم جزء معاهم من الـ spectrum مش بيفرق معاهم في حاجة خالص يبقى معنا كده احنا مش هنشوفه خالص الفوتومتري يعني يا ساعة الفوتومتري بتهتمة اساسا بالجزء بتاع الفيجول سبكترم والـ production of visual sensation لو بنتكلم عن رديوميتك ديفنيشن يعني الحاجات الاساسية خالص هي radiant energy ودي عبارة عن total amount of energy being considered بتبقى مجرد in joules و emitted by a source و transfer from region to region ودي حاجة طبعا حاجة يعني مش مختلفة كتير عن الانيرجي من اي source الـ radiant power هي نفس الحكاية بالضبط بس بنكلم على per unit time فعشان كده بتبقى measured in watts very much like any energy source لو بكلم على point source الـ radiation intensity بتاعتي هي عبارة عن radiation power by unit solid angle اوكي فبنكلم على solid angle دي معناها بنكلم على حاجة زي cone مش بنكلم على حاجة زي planar angle اوكي فبنكلم على ان هي power على 4 pi لو بكلم على unit او point source بقى سمع على 4 pi لان احنا الكورة بيبقى فيها 4 pi solid angle اوكي اوكي الصليد angle على فكرة واحدة بتاعتها بنسميها steradean يعني احنا عندها radians في الدائرة لو بكلم على solid angle بنسميها steradean او steradean يعني steradean فهي الرمز بتاعها sr sr-1 لو عندي extended source مش point source بقى لأ باخد بقى amount في حاجة اسمها radians اوكي هي amount of radians power per unit solid angle per unit surface area projected perpendicular to the direction of the radian energy فدي احنا بنحتاج فيها ان احنا بنحسب برضو نفس الحاجة power per unit energy هي نفسها radians intensity الموجود عندنا هنا بس في الاخر برضو بعملها per unit surface area projected perpendicular to the direction of the radian energy يعني باخد لو عندي surface بالشكل ده كده والradian جالي كده باخد ال solid باخد ال direction perpendicular عليه كده وحسب per unit area على الحاجة العمودية الarea العمودية اللي موجودة عندي هنا دي الحقيقة بيبقى في عندنا يعني نوعين من surfaces ممكن اتكلم عليهم نوع اسمه اللي هو lambertian ونوع تاني هو non lambertian كويس lambertian ده معنا ان انا باسيكلي عندي حاجة باسميها perfectly diffuse surface يعني ايه perfectly diffuse surface يعني انا بعمل اميشن عليها الradiation الحاجة اللي طلع منها اللي هو reflection اللي طلع منها ده بيبقى isotropic يعني جاي في جميع الاتجاهات بنفس الشكل بالظبط بمعنى ان انا ببص دلوقتي على surface والsurface ده lambertian يبقى معنى كده انا ببص على surface ده من اي اتجاه بشوف نفس الانتنس بظبط مفيش اي اختلاف عشان كده بسميه isotropic او lambertian surface اي حاجة غير كده بيبقى فيه تغير لل الانتنس اللي هي reflected ده نتيجة لل نتيجة للتغير في الانجل نتيجة للتغير في position يبقى معنى كده اقول عليها انها non-lambber واحدة من definition مهمة جدا في radiometric او في radiometric هموما هي spectrum spectrum ده انا اعرض spectrum of energy بتاعي او اعرض الانرجي اللي طلقالي من ال radian source دوت as a function of lambda مسلا بحيث انا اعرف ان ال radiation بتاعي ده جايلي عند الانجل ده ب intensity ممكن احنا نهتم بها في بعض ال applications احنا بيبقى عايزين اتاكد مسلا السورس بتاع light بتاعنا بيبقى في visible range عشان يبقى معظم energy بتاعتنا يبقى مستفيدين بها لو انا عندي light source light source دوت جوز كبير من energy اللي بيطلها موجودة في infrared يعني معنى كده هو هي generate heat اكتر ما هي generate light فدي حاجة خطيرة جدا مش تبقى efficient خالص وبالنسبة لنا هتخلي source of light ده ما هواش practical في applications كتير بنسبة ل photomatic definitions بقى definitions متغيرة خالص نحنا نكلم على response بتاع humans لل light اللي جاي دوت فاول حاجة لازم نعملها ان نفهم humans بيعملوا ازاي الفونس ده بيحصل نتيجة ايه فهنلاق عندنا two sensors موجودين عندنا في human visual system حاجة اسمها rods وحاجة اسمها cones اوكي الrods دي بتبقى sensitive very sensitive عموما بس no color الكون sensitive تبقى تبقى شوية بس بتحس بالcolor اوكي فبنلاق ان احنا فيه عندنا نوعين من vision حاجة اسمها photopic vision وحاجة اسمها scotopic vision photopic vision ده هو normal vision at high level of illumination وده اللي بيحصل فيها ان eye can distinguish colors طالما هي فيها colors واضحة يبقى معنا كده هي the cones هي responsible عن photopic vision scotopic vision بقى بيحصل at low light levels وفيها يعني نتكلم على dark adapted eye مثلا دخلت في oda وال oda دي كانت ضوء فيها خافت جدا هلاقي ان هي basically other detect الأشياء اللي موجودة في oda دي بس actually تمييز الألوان فيها بيبقى ضعيف شوية فعشان كده scotopic vision ده بيبقى responsible عنه اساسا rods يعني العلماء رسموا من research يعني رسموا range sensitivity بتاع scotopic vision وبتاع photopic vision فلاقينا نعمة بالشكل ده كده فلاقي ان هو ال 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 بيبقوا مثلا بنكلم على peak بتاع photopic vision بنلاقي عند 550 مثلا scotopic vision بتلاقي ان هي shifted تحت شوية اوكي بتبع عند حوالي 500 اقل من 500 شوية وال ال ال هيا في range بيبقى هما ال متقابلين فيه بس في range بيبقى scotopic vision بيبقى اكتر بكتير قوي من photopic vision والعكس تحيحي بنعرف بعض photometric definitions زي humanous flux ده بيبقى p new ده بتعرف بالhumans وده بعض الحاجات اللي احنا بنلاقيها مثلا على لمبات بتاعة الكهرباء بنلاقي ان هي مكتوبة عليها كذا human مثلا اوكي دي بنتكلم على ان احنا عندنا بتاع photopic vision حوالي 550 555 بالضبط عند green light اوكي فاحنا بنتكلم على ان p new بتساوي 1 لومن معناها ان احنا عندنا p بتاعتنا اوكي بتبقى بالقدرة دي يعني الباور اللي طلع علي بتبقى بالقيمة دي بتبقى 1.464 ميلي وات اوكي لما بتكلم على p بتاعتي بتساوي 1 وات بيبقى p new بتاعتي هي عبارة عن 683 لومن اوكي فمعنا كده ان احنا ده كله عند 555 نانو ميتر اوكي فبالطريقة دي اقدر احاول من الباور العادية اللي هي الباور اللي وصل علي او طلع علي من من السورس بتاعي لحاجة تعبر لي عن قدرتي لل الفوتوبيك فيجين قدرتي على ان اعمل الفوتوبيك فيجين اوكي فمعنى كده ان انا بتكلم على ان انا يعني بحاول بقى الحاجة اللي كنت بشوفها في الحاجة هنا بشوفها في الفوتوبيك تفرق معايا جدا في ال 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 هي على p من سميع المن افيكاسي اوكي فال فوتوبيك فيجين دي بتبقى بنسميها KM وده بتبقى حوالي 683 لومين سبر وات ده نفس الرقم ده هو هو بالزبط بالنسبة لل سكوتوبيك فيجين بقى بنلاقي ان نفس الراشيو دي اليوم ناس افيشنسي بتوصل تبقى 1700 لومين سبر وات وده طبعا عشان اعلى بكتير جدا 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 في السكوتوبيك فيجين عن الفوتوبيك فيجين بس طبعا احنا بناخد بقى ان السكوتوبيك فيجين طبعا ما فيهاش color discrimination لو احنا بقى اخدنا البي بتاعتنا البي الميت من السورس بتاعنا ده وتخيلنا ان هي تبقى البي سباكترم هتبقى ساعتها 200 لومين بير وات طبعا احنا بنتخيل ان بتاعتنا للباور دي عند كل الليفل بتاعت ال او كل ال دي كلها زي بعضية بس اكشو هي مش زي بعض عشان كده بنلاقي ان احنا عندنا في حاجة زي الان اللامبة العادية خالص مش الفلوريسانت ولا الموفرة اللامبة العادية خالص بتبقى من 10 ل 20 وات وده طبعا رقم رقم جدا لو احنا بقى عرفنا number of lumens per stradion يعني احنا لو تخيلنا كده ان احنا عندنا اللامبة اللي عندنا دي بتطلع لنا light لكل اا اا يعني solid angle بتاوي كم يعني بعرفها ان هي in terms of lumens per stradion يعني unit solid angle دي بسميها ال candle وده ساعات برضو اللي هي candle دي عادة لما احنا بنشتري number بنشتري بالشمعة يعني 100 شمعة او حاج ازا كده فدي برضو واحدة من unit اللي احنا ممكن ان احنا نلاقيها ونشتري مثلا lighting lamps مثلا فممكن احنا نتعرف عليها برضو نعرف هي جاية منين او نعرف هي الفرق بين او بين ال humans اي بالضبط فال candle هي lumen per stradion black body spectrum رحنا فاكرين يعني في جزء بتاع black body spectrum بتاع الشمس لعين ان ال peak بتاعة الكيرف بتاع الشمس ده almost عند 550 برضو او 555 زي الاي بالضبط فطبعا في بعض الماء فسروها ان دي evolution بالنسبة للعين بمعنى ان العين ابتدت بحاجة مختلفة وفي الاخر هي adapted لل spectrum بتاع الشمس العلماء اللي فعلا جدين بقى لقوه ان احنا بنكلم على كل vertebrate eye composition هلاقي انه مكون اساسا من كورة مية عبارة على 2 centimeters أوكي فلو احنا بصنا على absorption spectrum بتاع 2 centimeters of water هلاقي شكل عام كده بالضبط فهلاقي ان ال peak بتاعته هلاقي موجودة في نفس peak بتاعت the topic sensitivity عيون بتاعتها ما فيهاش water يعني الwater قليل جدا فيها فمعنى كده بنلاقي ان هي shifted نتيجة كده ناحية ultraviolet يعني مثلا بنلاقي النموس مثلا بنلاقي ان هو بيبقى sensitive eye on visible light فعشان كده يعني التفسير بتاع ان eye composition هو ده سبب ان يخلي eye efficiency أو spectrum efficiency function بتاعت eye peaked عند 555 ده جاي نتيجة composition بتاع eye مش نتيجة adaptation للشمس واحدة من الحاجات المهمة جدا بعض اللازم نتعرض لها لما بنتكلم على human vision ان احنا نتكلم على eye دي مكونة من عدسة خارجية يعني مش عدسة خارجية بس مجرد ان هي layer خارجية كده اللي هي cornea وفي العدسة الداخلية موجودة وفي عندنا هنا vitre sumer اللي هي اوضة مليانة مية اللي هي عبارة عن كناها كورة 2 سنتيمتر وفي الاخر ريتنا موجودة وراء والريتنا دي اللي بيعليها السنسور بتاعت الايه اللي هي ال روتز والكونز اللي احنا كلمنا عليها اللي بتقيس الايه بتقيس اللي اللي جاي ده وتكون لنا الصورة وفي الاخر كل السلز دي بتطلع منها اكسونز عشان تروح لنا للأبتيك نيرف والأبتيك نيرف ده اللي بيروح للمخ عشان ايه يبتدي بعد كده يفصل لنا الحاجة اللي احنا شايف الاساساسية اللي احنا بنبص عليها في الاي هي اول حاجة سنيل اللي هي الاي لما بيجي مساء ضغ داخل عليها بيحصل له نتيجة للايه الاختلاف بين الانفيرومنت اللي بره والانفيرومنت اللي جوه فلاقي ان ن 1 سين ثيتا 1 بتسوي n 2 سين ثيتا 2 يعني لو احنا بتكلم على 2 ميديا الميديا اللي هي اللي بره اللي جوه فبيبقى عندنا لو الانجل بتاعتنا اللي بتاعت الانس ثيتا 1 الانجل بتاعت الفراجشن بتبقى ثيتا 2 و according to n 1 بكم و n 2 بكم بيبقى طبعا الثيتا 1 ثيتا 2 بيتغير لو بتكلم على اللنس بقى في طبعا حاجة مهمة جدا لازم كلنا بعرفين اللي هي الثين لنس اللي بتقول 1 على u plus 1 اللنس بتاعتنا لو انا عندي هنا بتكلم على u والobject الثاني على v يبقى معنى كده بتكلم على 1 على u زائد 1 على v بيعتمد على او الواحد على v ده اللي رح نحسب ه بدلالة الواحد على f بتاعتنا دي بتسوي كب اوكي فاحنا دلوقتي بنتكلم على ان احنا لو فرضا يعني احنا مفوض ان i lens دي مفوض انها بتادابت يعني بتغير الوايف lens بتاعها بتغير ال focal depth بتاعها اوكي علشان تخلي دايما ال v دي تقع على ال retina اوكي لو حصل ان ال adaptability بتاعت ال lens دي اتغيرت او ما بقتش تبقى يعني قوية كفاية هيحصل عندنا بعض دايوب للنظر اللي هنكلم عليها دلوقتي لما ديجنا من نظارة دايما بنكلم على حاجات مختلفة شوية بنكلم عن حاجات اسمها versions مش بنكلم على distance تاعت object وحاجات زي كده فبتكلم على حاجات الوحدات بتاعتها diopter diopter دا بتكلم على 1 على distance بدلا ما بتكلم على 1 على u بكلم على u كابتل هي عبارة عن minus 1 على u و v كابتل هي عبارة عن 1 على v و f كابتل هي عبارة عن 1 على f فلو احنا بطلنا عن ال equation بتاعتنا بقى كان عندنا قبل كده 1 على u زاد 1 على v يعني بيساء 1 على f فطبع احنا خدنا 1 على version بتاعي بتاع ال object بتاع اللي هو الصورة نفسها بالdiobter في بعض العيوب اللي ممكن تحصل للعين وتسبب بعض القصور في الابصار اول عيب بيبقى lack of accommodation وده بيقل مع age ده في length نفسها بدلا ما بيت accommodate المكان اللي أنا ببص عليه عشان تخليه دايما ال equation بتاعت شغال ما يبقى دايما الصورة بتاعت ال object بتاعي تظهر على ال ريتنا بشكل واضح يبقى في قصور في كده فعشان كده بنحتاج ساعات في السن الكبير يبقى في عدسة bifocal bifocal بيبقى فيها two wave lens مختلفين واحدة عشان الشخص يبص على مسافات البعيدة واحدة عشان يبص على المسافات القريبة بحيث ان هو يعوض lack of accommodation الموجود في lens بتاعت الشخص ده لو انا بقول ان انا ببص على حاجة at infinity دايما u at infinity بتساوي zero لان u بتساوي minus 1 على u للي distance بتاعت object و u لما تكون في infinity يبقى معنى كده u هتساوي 0 ف لو عندي في الحالة dv v بتساوي f يبقى معنى كده دي normal i يعني معنى كده ان شخص ده بيشوف كويس قوي يعني الصورة بتاعت الحاجة اللي قات infinity دي اللي هي بعيدة كفاية هلاقي ان هي بتاقع ريتنا بشكل واضح فالشخص دي شايف كويس لو حصل ان f دي تبقى اكبر من v دي الحالة اللي بينقون عليها myopia or near sightedness اللي هي أسر النظر الحالة التانية لو f اقل من v بنسميها hypermetropic وهي دي اللي هي بنكلم عليها طول النظر ف بنكلم على ان احنا في الحالتين دول بنحاول نحط من برا external lens دي بتبقى الفرق بين الاتنين دول وبعض بحيس ان في الاخر تعوض لحاجة القصور الناقص ده ونوصل واحد من العيوب بتاع الابصار اللي منتشرة جدا هي الاستيجماتيزم استيجماتيزم دي معناها ان الاي is not symmetric about an access through the center of the lens يعني الاي ما هياش كورة لا ده شكلها ان فيها انبعاج في جزء او جزئين او ثلاثة او في بعض الاجزاء في الاي ما هياش بنفس الشكل لزال الاجزاء التانية فنتيجة لكده لما باجى بص على حاجة شكلها symmetric بلاقي ان الحاجة دي شكلها فيها يعني تغيرات او تشوهات بتبقى مش مفروض انها موجودة في الصورة الحقيقية ودي الحقيقة بتأكير at the surface of the cornea ودي can be corrected by lenses فدي ممكن اما في بعض الناس بلوقتي بتاعمل عملية عشان تتحاول تتخلص او تتحاول تتخلي surface ده يبقى more uniform او طبعا الاستعمال بتاع lenses هو ده الحاجة المنتشر بقى لها فترة طويلة قوي في الطب بعض القصور برضو ممكن يحصل في الـ حاجة اسمها chromatic aberration وحاجة اسمها spherical aberration chromatic aberration ده معناها ان انا بتكلم على index of refraction ب value with wavelength يعني ايه يعني انا ممكن دلوقتي ان انا ببص على الالوان الالوان دي الاقي ان في لون معين ممكن يبقى مختلف في طريقة التعامل معاها في خلال العدسة تاعة العين عن wavelength تاني فده نتيجة كده بشوف ان لو عندي مثلا object low لون معين او في مجموعة الوان متركبة مع بعض في الحاجة دي بشوف ها بشكل ان الالوان كلها مختلفة بشوف ان الحدود بتاعة object بتاعي ده بشوف ها زي rainbow كده بشوف الوان مختلفة جنب بعض نتيجة لان كل واحد فيهم بيعمل بشكل مختلف فطبعا لو احنا عندنا العيب دوت بيبقى عندنا طبعا في صعوبة ان احنا نميز الالوان او نميز الحاجات اللي فيها الوان مختلفة مع بعض النوع التاني بتتغير مع دي يعني انا بكلم على حاجة في ناحية معينة او في ناحية تانية او في ناحية تالتة او في ناحية رابعة يعني بتكلم دلوقت ان الابجيك نفسه بيتغير الرفلاكتب بتاعته حسب مكانه حوالين العين يعني مثلا لو هي السنتر بتاع العين هنا مثلا لو انا بوصل على حاجة هنا او حاجة هنا او حاجة هنا او حاجة هنا ممكن ان الكلام ده كله يتغير ممكن ان انا اشوف الابجيك ده بشكل مختلف حسب مكانه من الاي اوكي فده ده يعني دي مش بتكلم على ان هي يعني بتكلم على بكلم هنا العيب ده بيسبب لي ان بيقى فيه بعض الحاجات تظهر بشكل مشوه لما ببص على اوبجيك معينة بلاقي الابجيك ده مش الشكل بتاعه يعني بشوف بالشكل المزبوط بتاعه بشوف ان فيه تشوهات في شكله تشوهات دي جاية اساسة لتيجي الاسفيريك الابريش مش نتيجة الحاجة حقيقية عشان نطبق على الحاجات اللي كلمنا عليها في المحاضرة دي هلاقي في بعض المحاضرة موجودة على الويب سايت ينصح طبعا الناس تحاول تبص عليها علشان تحاول تفهم شوية اكتر الابريكيشن بتاع ال المحاضرة دي المحاضرة جاية ان شاء الله نتكلم على رينج تاني خالص في الالكتروميلياتيك سبكتروم الlower رينج تبقى الأكس راي والجام راي والحاجات زي كده هابتين بص على ال سبكتروم بتاعها بتين بص على ال ال مع ال عمل ازاي